سجلت يا أحمد بدأ أولا بدأت بس أتأجد أم تابي ظهر ظهر ماشي يا شباب أولا كل سؤال أنتم طيبين نسبة بداية العام الدراسي وإن شاء الله تبقى سنة كويسة وسعيدة وربنا وفاكم إن شاء الله وإيه وحالكم كل أحلامكم دي أول محاضرة إن شاء الله في المادة بتاعة الهاربر انجنيري طبعا أنتم لائحة 2003 المادة هنبتدي كده أعرض نتكلم برضو على المحتوى بتاع المادة طيب شايفين الشاشة بتاعتي يا شباب أولا دكتور تمام طيب إحنا عايزين بقى طبعا يعني دبقى إيه إحنا نشتغل مع بعض كده إن شاء الله في حد تقريبا موجود في البلوبي يا ريت لو تشوف يا أحمد يعني لو كان معرفش بس بتالي انت عامل أكسس على طول شوف كده لو في حد دخل يعني تمام المهم إحنا عندنا دلوقتي يا ريت برضو إحنا منتكلم يا شباب عشان خاطر لو النت فيه مشكلة قطع أو حاجة لو حد مش سمع صوتي يعني على طول يقول يعني ماشي إحنا بس إن شاء الله يعني دي أول محاضرة فيه المادة بتاعة الهاربر نافيجيش انشور انجينيرينج بسي اي ربعمية وخمسين وفقا للايحة الفين وثلاثة طبعا زي ما حضركوا عارفين في اللايحة الجديدة هي اتغيرت هنتكلم عن نقطة دي اتغيرت يعني المادة تقسمت جزئين يعني جزء بقى فيه ليفل تري اللي هو كوستر انجينيرينج وجزء في ليفل فور اللي هي بورت انجينيرينج في اللايحة القديمة هي ما زالت مادة واحدة بكون تنت أكبر طبعا لان عدد حتى الساعات المحاضرة بتاعتها اكبر فبالتالي انت دي المادة اللي انت بتدرسها وحنشتغل فيها مع بعض ان شاء الله بداية هنريز اقول ان هي مادة تقيلة مش مادة خفيفة مواد سنة رابعة متن في مواد ديزاين كتير هي مادة ديزاين في الاخر فمواد ديزاين بحاجة ان حالتك لازم تكون مركز كويس قوي وعارف انت بتعمل ايه محضر نفسك كويس يعني يكون متضرب كويس والتدريب بتاعك مش اكتر منك تحيل فانت لو حلت الاسسايمينس كويس وفهمت المحاضرات ولو في حاجة مش عارفة تسأل فيها هعرفك دلوقتي بالإصطاف اللي موجود برضو لكن لو انت حضرتك اشتغلت على الكلام دوت وعرفت الكلام دوت كويس تبص تلاقي نفسك دخلت الامتحان وانت متضرب وانت متضمن وبتحل كويس جدا وبيجي التأدير كمان الامتحان مش صعب بس دايما الامتحان بيبقى طويل وهو ده طبيعي في مواد الديزاين مواد الديزاين عامة الامتحان بتاع ده طويل مش بكامعة موادية بس تصميم اعمال الري خرصانة تعتقد من اللي جايه ان شاء الله فكل الحاجات دي كلها دي مواد ديزاين بطبيعة الحال مواد الديزاين محتاجة ان حضرتك تكون فاهم كويس ومتضرب كويس عشان تعرف تحل في الامتحان كويس فهي دي مشكلة المادة عندنا اعمال السنة كتير الناس تجيب اعمال السنة كويسة جدا في المادة دي مهمة اوي انك انت تجاهز نفسك من البداية عشان تخش الميت ترم وانت تجيب درجة كويسة لو انت جبت في الميت ترم درجة كويسة مع اعمال السنة بتاعتك تبص تلاقي نفسك متضمن وتدخل الامتحان الفايل موضوع مش صعب خالص بس محتاج انك انت تتابع اول باول وما تنسى وما تركنش حاجة ماشي فانا مهمة اوي يعني بقولك الكلام دوت عشان تعرف برضو ان مادة تقيلة مش كفيفة بداية بس حب يعني اعرفك على الاصطاف الموجود طبعا طبعا بداية من من استاذنا القدير يعني دكتور عبد المحسن المونجي هو يعني يعتبر يعني الاستاذ بتاعنا كلنا يعني في واحد اعمالة القسم عندنا في قسم رياه ويدروليك يعني ثم الدكتورة سونيا الصرفي طبعا دول من الاسادزة الكبار يعني وان شاء الله يشرفونا يعني ان هما يشاركوا معنا في المحاضرات ثم الاستاذ دكتور ياسر مصطفى السيد هو يعتبر هو كوردينيتور بتاع المادة وهو اللي بيدير المادة بشكل رئيسي هيخش دكتور ياسر طبعا هيخش معاكم في جزء كبير من المحاضرات ان شاء الله ثم في معنا دكتور مراد عبدالصالحين وهو يعني هيخش معنا برضه ان شاء الله في جزء كبير من المحاضرات وبعدين انا ان شاء الله هبقى معاكم في جزء برضه من المحاضرات في الاغلب المحاضرات بتاعكم لغاية بداية لغاية المترم حيكون أنا حديكم جزء الرئيسي بتاعها ودكتور مراد حيديكم جزء منها جزء آخر محضر بقى لغاية المتر ثم غالباً الدكتور ياسر حيخش يديكم في الجزء اللي من بعد المتر من شاء الله فمهم قوي نركز في زمالقنا العزاء طبعاً من المدرسين المساعدين والمعيدين وهم دول طبعاً اللي احنا بنعتمد عليهم يعني في ان هم يحلوا معاكم في الثاكاشن عشان خاطر ان ايه نتأكد ان كنت فاهم كل حاجة لو فيه مشكلة ترجع لهم طبعاً يعني هما ان شاء الله يبقى عدد كبير من الناس موجودين بداية من مهندس محمد عبد الماطي ومهندس احمد الشيخ ومهندس عمر جمال مهندسة يمنى مهندس محمد عرابي يعني ده لما تذكر هما دول فهما تيم كبير يعني ما شاء الله موجود فهي ايه وان شاء الله هيساعدكم هما على قدر كبير طبعاً من العلم ومن الخبر يعني وان شاء الله يساعدوكم في المادة ان شاء الله تمام طيب خليني كده بسرعة بس استعرض لك ايه هي الكمبوننس بساعة الكورس بتاعك طبعاً زي محمدك شايف هي حاجة كثيرة يعني مش شرط انك انت تدرس كل حاجة بداية بالظبط لان طبعاً على حسب الوقت اللي موجود فيه حاجات بعض حاجات ممكن نخففها شوية احنا عندنا تلات ساعات محاضرات في الأسبوع تلات ساعات محاضرات دي معناها ان هي زي ما انت شايف كده ان فيه ساعات انت حتى نزلك في الجدوان فيه أسبوع بتبقى محاضرتين وأسبوع محاضرة بس هي دي معناها ثلاث ساعات في محاضرة في الأسبوع يعني كأنها محاضرة ونص في الأسبوع طبعاً احنا بنشتغل على حسب ما يعني وقت المحاضرة بقى مش دي ايه مش دي اللي بيعملها بس احنا ايه المحتوى كل الأسبوع بمحتوى كبير مش صغير مش هيقل عن ثلاث ساعات في الأسبوع يعني مش هيقل عن محاضرة ونص يعني مش هيقل عن ثلاث ساعات في الأسبوع حرفياً يعني فبالتالي ايه بمحتوى كبير. انت عندك السكشن او التوتوريال بتبقى ساعتين بالاسبوع. بعد ما نخلص المحاضرة هنتكلم بقى على السكاشن وترتيبها ازاي ومحاضرات ازاي وكلام ده كله. بس خلينا ايه نركز في المحاضرة دلوقتي. ثم عندنا دلوقتي درجات بقى بالنسبة للدرجات. انت عندك المادة من 125 منها 35 درجة عامل سنة و90 درجة فاينل. زي ما حالتك شايف كده من درجة الفاينل كبيرة ورئيسية وبيعتمد عليها التأدير بتاعك والنجاح بتاعك. فبالتالي عشان تعرف تحل كويس في الفاينل لازم تحل كويس في الأسسايمنتز. لو حلت الأسايمنتز كويس زي ما قلت لك قبل كده تلقي نفسك داخل الفاينل وانت ما فيش اي مشكلة خاصة وكل حاجة زي الفل وكله تمام يعني. الـ 35 درجة عامل سنة بيبقى فيها جزء ميت ترم وفيه جزء تاني اللي هو الأسايمنتز بتاعتك. طبعا فيه أسايمنتز فيه ريبورتات هتطلبها منك. ماشي بس كل اديية تبديل لسيود الأكتيف لزي يعني الأسايمنتز بتاعتك. ومعها برضو هيبقى فيه كوزات وهيبقى فيه ميت ترم. طبعا درجة ميت ترم بقى درجة كبيرة. بنحددها حسب الدرجات حسب برضو الظروف بتاعك ويعمل 15 إلى 20 درجة درجة الميت ترم فبالتالي بدقة درجة كبيرة مش تغيرها. مهم او انك انت تجد درجة كويسة في الميت ترم عشان دي هترفق عمال السنة بتاتك. طيب ايه بقى المحتوى بشكل عام كده. ده الـ points اللي حياتك شايفها دي هي الـ components الأساسية بتاعتك أو الـ contents الأساسية بتاعت الكورس بتاعتك. هنتكلم دلوقتي على الـ natural phenomena في الحقيقة هم أول محاضرتين أول محاضرة اللي هي النهاردة أسف. والمحاضرة النهاردة مقسومة إلى جزئين A و B. فالـ A و B اللي اتنين بيكلموا على الـ natural phenomena اللي هي الـ wind والtide والcurrent. دول كده نتكلم عليهم النهاردة ان شاء الله أول جزئين. بعد كده هنتكلم على الـ wave بقى. المحاضرة اللي جاي ان شاء الله والأسبوع اللي جاي. هنتكلم على الـ wave ونتكلم على حاجة اسمها الـ wave refraction. دي هنتكلم عليها الأسبوع اللي جاي ان شاء الله. الأسبوع اللي بعديه هيبقى يخش الدكتور مراد. هيتكلم على الـ wave diffraction و wave impact. ثم بعد كده بدا تقريباً المحتوى اللي انت لغاية هنا. أو يمكن الدكتور ياسر يخش محاضرة أو حاجة قبل الـ mid term. هيتكلمكم على الماستر بلان بتاع البورس اللي هي تخطيط المواين. كل الأجزاء اللي فاتت دي. بنتكلم على الظواهر الطبيعية الأساسية اللي انت لازم تبقى عارفها. لما نيجي نتكلم على coastal engineering أو أي حاجة وهنتكلم دلوقتي هنتدي مقدمة عن الموضوع عامة تانية. من أول هنا بقى من أول master planning of ports أو harbors. انت هنا بقيت بداية تتكلم على التصميم بتاعة المواني نفسها بقى. فمن أول ان انا بعمل تخطيط للمينة نفسها ثم design of navigation channel دي أحد أجزاء المينة ثم أنواع breakwater أو حواجز الأمواج وتصميم حواجز الأمواج ثم أنواع الأرصفة المختلفة اللي هي الأرصفة البحرية اللي بتقف السفن عليها والتصميم بتاعها ثم حاجة اسمها mooring and birthing هتعرف الكلام ده وتعمتها والأكسسوريز بتاعتها وأخيرا ممكن ندي introduction to sure protection structures اللي هي أعمال حماية الشواطق. فكل الكلام اللي هم نتكلم فيه ده دي حاجات أساسية. فيه بعض حاجات ممكن تتخفف شوية حسب السكاني والبتاعنا مش لازم تاخدها يعني مش لازم كل حاجة تاخدها ومش لازم كل حاجة تاخدها بشكل full يعني. ممكن تاخد introduction بس عنها يعني بس هنزبط الكلام ده بحيث ان انت ايه تاخد المحتوى ده. عايز اقول برضو ان المادة دي تحديدا مش كل زي ما حدك شايف كده ما هو في اللايحة بتاعتك اللي هي اللايحة 2003. الجزء بتاع القسمة اشغالة عامة بياخد جزء من ال contentorite في صورة مادة اسمها مادة المساحة المائية والمواني. هي اسمها كده مساحة المساحة المائية وهندسة المواني. بياخد بعض حاجات من الكلام دوت. بيتكلم معها بياخد window وياخد wave وياخد master plan. ما بياخدش ديزاين لمنشآت بعد كده. بينما مثل قسمة انشآت على سبيل المساحة ما بياخدش المادة دي خاصة. وده دفوق خطير بصراحة عندنا في عين شمس. دعب كبير يعني. لان زي ما انت عارف ان اغلب الكليات برا بياخدوا ما عندهم شي التخصص دوت زي ما عندنا. وبالتالي عندهم هندسة مدني عام. وفي اي مادة هندسة مدني عام جزء بتاع هندسة السواحة او اي ليحة او اي كلية يعني. هندسة مدني عام. جزء بتاع الport engineering او الharbor engineering. دي مادة اساسية من المكونات من المواد الاساسية اللي بياخد اي مهندس مدني. لان هو انك انت تعرف عن المواني وعن الهندسة الساحلية وعن حماية الشواطئ. فالحاجات دي من الحاجات الكثيرة او المهمة اوي اللي بيبقى فيها شغل كتير برا. وبتحتاجها كمهندس مدني انت لازم تبقى عارف الايه الكلام دوت. فهي فرصة كويسة ان انت بتدرس الحاجات دي. دي هتديك فرصة كويسة اوي في الشغل. ناس كتير بتتخرج من عندنا. بتشتغل في الشغل دوت. بيبقوا مطلوبين جدا لان العدد بتاعهم مش كبير. وحتى بقيت اللي مجدبش عليك برضو بقيت الكليات حتى اللي فيها مادة العام فيه ساعات ما بيدرسوهاش. وساعات بيدرسوها بشكل شالوي جدا يعني. فبالتالي ما بيبقوش اقوية فيها مجدبش عليك يعني. فهي فرصة ليك كويسة انك انت تدرس المادة ديت. بحيث ان هي هتديك ايه فرصة في مجالات شغل بعدك. ده طبعا هي زي ما انت عارف برضو مربوطة بالمشروع. اكيد طبعا يعني فيه مشروع من احد المشاريع المطروحة اللي القسم بيترحها. اللي هي مشاريع التخرج يعني. اللي هو مشروع المواني. وطبعا بتعتمد بشكل المشروع بيعتمد بشكل رئيسي على المادة ديت. وعلى مادة اختياري تانية في سنة رابع. في الترم التانية ان شاء الله هتشوفها هنا. طيب. قبل من نبتدي بقى حد دلوه اي استفسار او اي حاجة. يعني قبل من نبتدي في المحتوى بتاع المحاضرة الاولانية ان شاء الله. اي كوب منت او اي استفسارة شباب. طريبا لا لا. ما حاجة عن نفس الشيطات. لا الشيطات طبعا بتتغير. اكيد مش هببح نفس الشيطات يعني. بس هو محتوى بشكل عام واحد. يعني هي نفس المحاضرات. نفس المحتوى بشكل عام. لكن الشيطات مختلفة. بالتالي اتلوف تتكلم انها هتسلم طبعا شيطات جديدة طبعا. ده اكيد يعني. يعني الشيطات كالاسئلة اللي فيها طبعا مختلفة. ولكن المحتوى بشكل عام هو نفس المحتوى يعني. نفس الكنتنس يعني. فبالتالي انت طبعا اكيد هتسلم الشيطات الاسمت الجديدة. طيب. فالانا نبتدي بقى ان شاء الله اول حاجة بس تعريف بشكل عام كده على يعني ايه كوست اصلا. يعني ما هو يعني ما معنى ساحل اساسا. وهي الخصائص الاساسية اللي موجودة في المنطقة الساحلية. عشان هي دي المنطقة اللي بنتكلم عليها. يعني انا دلوقتي انت بتدرس حاجة اسمها هاربر وشور وكوست الانجنيني. طب انت بحتاج تعرف يعني ايه اصلا. ايه الساحل. ما معنى كلمة ساحل يعني. ما معنى كلمة كوست يعني. عبارة عن ايه وايه هي الاساسية بتاعته. لان هي دي المنطقة اللي المادة دي بتغطيها. او المادة دي بتغطي الشغل اللي ايه اللي فيها. طيب. بداية عن كده يعني ايه. كوستال زون. كوستال زون is the interface between land and sea. هو عبارة عن الانترفيس ما بين ال land هي وال sea. طيب. delineated as the part of land affected by its proximity to the sea. and the part of sea affected by its proximity to the land. يعني. يعني من الاخر خالص. المنطقة الساحلية مش مقصوب بيها البحر او بس. ومش مقصوب بيها ال land بس. لا. كل دي اسموا منطقة الساحلية اللي حالتك شايف هذه. فالجزء من الشاطئ دوت. الجزء من ال land من الياباسة يعني. المحازي للشاطئ واللي بيتأثر بالتحازي للبحر واللي بيتأثر بالزواهر الطبيعية ووجود البحر نفسه. فدي اسمها منطقة الساحلية. وفي نفس الوقت المنطقة من البحر نفسها. يعني المنطقة دي من البحر هو من المية يعني. اللي قريبة من ال land. اللي برضو بتتأثر بعوامل كثيرة موجودة على ال land. سواء development أو خلافه. برضو كل دي اسمها منطقة الساحلية. فكل المنطقة دي اسمها منطقة الساحلية. فيه طبعا خصائص كتير وكلام كتير ما نتكلم عليه بعدين في الموضوع دوت. بس انا بقولك على حاجات الاساسية اللي فيه. طيب. الكوستالزوم مش حاجة تبكى لشباب. مش المنطقة الساحلية ببساطة شديدة. هي الشط اللي انت بتنزل. بتروح لما تيجي تتصيف. ولا بتاع بتروح تنزل الشط. لأ. الموضوع اعقد من كده شوية. ففيه فتشرز رئيسية. لازم تبقى عرفها موجودة في. الكوستالزوم. يعني الكوست مش هو كله نفس كل مرة هو نفس الكوست. فعلى سبيل المثال. الكوست ممكن يبقى شواطئ رملية زي ما حالتك شايف كده. عبارة عن شواطئ عادي قلص ما فياش اي مشكلة. او ممكن تبقى شواطئ صخرية زي ما موجودة في العين السخنة. مثلا لما تيجي تنزل تبص تلاقي الشاطئ عبارة عن صخور. ممكن يبقى فيه حاجات اسمها سان ديونز زي مثلا شمال سينة. الحتة بتاعت العريش لو انت فاكر الصور بتاعتها يعني. عبارة عن ديونز كثبان رملية زي ما حالتك شايف. او ممكن تبقى حاجة زي اللي انت شايفها دي عبارة عن لاجونز. لاجونز يعني ايه يعني عبارة عن مسطح من المية. بتبقى مفصولة عن البحر دبسا. دي اسمها لاجون. اللي انت شايفة اللي انا بشاور عليها دي اسمها لاجون. فكلمة زي بحيرة كأنها بحيرة. بس هي الفكرة بين الفرق بين اللاجون والبحيرة ان اللاجون دايما مربوطة بالبحر. كونكتب بالبحر. فبقى فيها اكسشينج. في مية بتتداول ما بينها وبين البحر. يعني. طب هل هي موضوع بس موضوع شواطئ والكلام دوت لا. فانت مثلا على سبيل المثال في من احد الفيتشلز اللي بتشوفه في الشواطئ. الخلجان. الخليج. والخليج ممكن يبقى خليج صغير كده زي اللي موجود. زي عجيبة كده في مطروح مثلا. خليج صغير خالص او. انت بتمشي كله من اول و اخرف في دقيقة يعني ماشي على الشاطئ. او ممكن يبقى خليج كبير خالص زي محلتك شايفه كده. زي يعني مثلا دي صوراف هوات. فالخليج الكبير دوت او الخليج عمتا عبارة عن ايه. عبارة عن جيب كده موجود في مبين الايه في المنطقة يعني في الساحل نفسها. يبقى عبارة عن منطقة كده دخلة الجو شوية. المتوصلة بالبحر طبعا اكيد تكون نكتب البحر. ولكن الفكرة كلها في الخليج واللي هتشوفه دايما موجود. ان الميا اللي فيها مياه هادية. هتعرف ليه بعدين. هتعرف ليه المياه في الخليج مياه هادية جدا. مقارنة باي حاجة تاني. والدليل ان المياه هادية ان المنطقة دي هتلاقي فيها دايما ترسيبات للرمل. يعني هنا في رمل في شاطئ حلو قوي. بينما في المناطق دي مش هتلاقي في رمل. المناطق دي هنا كده مش هتلاقي رمل. لو خدت بالك هنا مش هتلاقي رمل. هتلاقي هنا في الرمل موجودة. لكن في الاماكن اللي على الاطراف دي مش هتلاقي في رمل. هتعرف ليه برضو قدام إن شاء الله. حاجة شبه الخليج حاجة اسمها فيجورد. فيجورد يعني ايه يعني عبارة عن بدل ما هو يعني كأن المياه بس دايما بيبقى حواليها جبال. كأن المنطقة جبلية والمياه شقت الجبل ده. كأنها دخلت كده كأنه عبارة عن جزء كده من دايق جدا من المياه دخلت جوه الجبل. فيه دي اسمها فيجورد. نرويج مثلا سبيل المساء المعروفة حتى في أفلام كتير جدا بتتصور بيبقى فيها الكلام ده طبعا بيبقى عليها أشكال جميلة خالص يعني. حتى موجودة في طابة عندنا في طابة في سينة في جنوم سينة بيبقى فيه جبال كده وداخل فيها ايه جزء صغير من المياه في دي اسمها فيجورد. أشكال مختلفة جدا من الكوستل. طب مش بس كده. طب احنا عندنا مثلا منطق اماكن زي كولربيتش زي شرم الشيخ وزي اماكن كثيرة في العالم فدي عبارة عن منطقة سهلية. طبعا كل منطقة من دول ليها بقى محددات مختلفة. وليها يعني نقاط لازم تبا كونسيدرد واحنا بنعمل تطوير في المناطق دي. لازم ناخد بالنا منها ولازم نشتغل عليها ازاي ولازم يعني ايه هي المحددات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لازم ناخدها معانا. فلما ديجي تعمل ديفيلوبمنت لو انت بتعمل ديفيلوبمنت او بتعمل اي حاجة موجودة في المنطقة فيها كورل ريفس فيها يعني شعاب مورجينية. اكيد طبعا في معيير معينة لازم تأخذ في الاعتبار غير لما يكون شاطئ رملي غير لما يكون لاجون غير لما يكون حاجة اسمها كوستل ويتلانس. المنظر الذي احنا شايفينه ده في لويزيانا في الولايات المتحدة الامريكية المنطقة بتاعت الميسيسيبي نهر الميسيبي. المنطقة بتاعت الميسيبي دي المنطقة اسمها ويتلانس. ويتلانس يعني الاراضي الراطبة هي اسمها كده يعني زي الترجمة حرفية الاراضي الراطبة. الاراضي الراطبة دي زي ايه زي مثلا عندنا البحيارات الشمالية اللي موجودة في مصر اللي موجودة في الدلتة. فالبحيارات الشمالية دي زمان خاصص كمان كانت ايه كانت سبخات يعني. فالويتلاند بشكل عام حاجة زي سبخة كده حاجة زي قرب كلمة مستنقع بس مش مستنقع قوي يعني. ماشي. فهي عبارة عن منطقة زي محادثتك شايف كده. المية فيها بتطفو ممكن تغمرها تغمر اجزاء منها بشكلها او باكر طول السنة وهكذا. فطبعا التخيل ان ده بتعمل تطوير في منطقة دي يعني بتعمل منشآت بتعمل مدن بتعمل اين كان. اكيد طبعا المحددات بتاعتها مختلفة عن هنا خالص. دي اسمها كوستال ايريا ودي اسمها كوستال ايريا بس كل واحدة ليها ايه محددات بتاعتها. في حاجة اسمها بارير ايلند يعني ايه يعني لما يكون في خليج مثلا او يكون هنا في بحيرة وهنا البحر. وفي النص في ايلاند. فدي كأنها بالضبط كده كأنها جزيرة بس لان فيه ميا من الحياة دي وميا من الحياة دي بس هي جزيرة في الحقيقة بتبقى في الاغلب تبقى زي شبه جزيرة مش جزيرة كاملة. وفي نفس الوقت هي بتفصل ما بين مصطحين مائيين. فبالتالي بيبقى لها خصائص كتيرة اوي لازم تؤخصوا الاعتبار ودي موجودة كتير برضو في الشواطئ المصرية مثلا او في اجلب الحال الحالة. برضو من المناطق المعروفة جدا كمناطق ساحلية موجودة في الحال العالم اللي هي حاجة اسمها الاستوري. استوري يعني ايه يعني مصب النهر. مصب النهر. مصب النهر بيختلف جدا بكده ما كانوا الاخر. ده مصب نهر مثلا ده مصب نهر في الارجنطين اسمه ريو دي لابلاتا. ماشي؟ لكن ده مصب نهر تاني اسمه نهر اكس في انجلترا. المصب ده المنظر اللي حضرتك شايفه ده غير منظر دوت خالص على فكرة. والمصب بتاع نهر النيل مختلف. والمصب بتاع نهر الكونغ مختلف. كل دي مصبات انهار. مصبات الانهار دايما معروفة دايما ان هي ممكن تبقى مصب بالشكل ده. اللي انتك شايفه. يعني النهر بعد كده بيمشي ببساطة شهيدة والثمه بيخرج للبحر عادي خالص. او بيكون ما يطلق عليه دلتا. الدلتا بقى زي الدلتا المصبات القديمة. والمنظر اللي انت شايفه دي دي منظر الدلتا القديم خاصة من ايام الفران. ايه اللي تغير فيها؟ كل المنطقة الشمالية اللي حالتك شايفة دي كانت مغمورة بالمية بس بشكل جزئي. فكانت فيها ما يطلق عليه كل المنطقة الشمالية دي كان اسمها حاجة يقولك شبه المستنقعات كده بس بتغمر بشكل جزئي. بينما كان عندنا فروع النهر النيل لما بيجي بعدك نهر النيل يتفرع في الدلتا دي ويبتدي يخرج من البحر كانوا سبع فروع كبار. بعد شوية الفروع دي بدأت كل شوية فرع فيه بيتسد نتيجة السيدمينس يعني نتيجة الرواسب اللي جاية موجودة فيه. لغاية في الاخر بقى فيه بفرعين اللي حيثك عارفهم جدا. اللي هو فرع رشيد اللي موجود هنا هو عند روزيتا هو. وفرع دوميات اللي موجود في المنطقة دي. وهكذا. اتحاولت بعد الاخر. لكن هي الدلتا دي كلها هي نتيجة الطامية اصلا بتاع النيل. هي مصبت على نهر النيل. فمصبت نهر النيل بيتفرق جدا. لو هجيت بسط هنا مثلا كده فيه عندنا نهرين مشهورين قوي. في كيف هي الجزيرة الهندية. اسمها النهر اسمه الجانجز ونهر اسمه براهما بوترا. فالاثنين بيجمعوا مع بعض في الاخر ويتحول الى ويصبوا مع بعض في نفس المكان في الاخر. ففيه الدلتا معروفة جدا بتاع دي الجانج زي براهما بوترا. دي اللي موجودة فيه بنجلاديش. المنطقة دي زي انت شايف كده فيه مدن كتيرة موجودة هنا. المناطق دي طبعا او المدن دي زي بالزبط دلتا صاهق نهر النيل. وزي دلتات كتيرة في العالم. كانت من اوائل الاماكن اللي الانسان عمرها على سطح الارض. لانها منطقة جميلة جدا. انا بقى قاعد كده في جنب نهر. يعني لما اجي اعمل مدينة تخيل انا عايز اعمل مدينة كده. ماشي ايه افضل مكان ان مدينة جنب نهر. اعرف ان انا اشرب منه بسهولة جدا. واقدر ان انا واروي منه الارض بتاعتي والكلام ده كله. وفي نفس الوقت انا عندي على البحر قدامي البحر بقى اعرف اصطاد. اعرف اعمل النقل البحري. اعرف انقل البضائع بتاعتي. فده ما كان ممتاز. فطول عمر دايما اوائل الاماكن اللي الانسان بدأ يعمرها. هي الاماكن الموجودة عند مصابات الانهار. بس طبعا لك انت تخيل ان في مشاكل كتيرة موجودة في المنطقة دي. لان اولا انت عندك نظام نهر. يعني نظام نهر يعني. ده بيبقى في كل المشاكل بتاعته ممكن يجي فيضان من النيل من النهر يعني. ممكن يجي ان النيل اللي النهر منسوبه يقل. يعني في مشاكل كتيرة موجودة في بيئية يعني. وفي نفس الوقت البحر برض قوة عادية موجود. فده عندك عواصف وعندك اعصير وعندك بلاوي بتيجي من البحر. كل الكلام ده تحديات لازم نتغلب عليه. فده كلها اسمها مناطق الساحلية. اخر حاجة في شكل عام. هقولك ان احنا بنقسم كده مناطق الكوست لزوم بتاعتنا. انت عارف ان في منطقة اسمها كوست. الكوست بتاعنا هو عبارة عن هو ده مكتوب كده. يعني متواجه الناد. يعني ايه? يعني انت عندك بحره. دي هو البادي فوتر. لما تتحرك من البادي فوتر نحية البحر لغاية ما تلاقي تغير رئيسي موجود في المنطقة بتاعتك. تغير رئيسي يعني ايه مثلا تلاقي فيه صحرة مثلا وراه. خلاص. يبقى كده انا خلاصت منطقة الساحلية بتاعتك. تلاقي فيه جبل. زي ما مثلا انت بتشوف كده فى جنوب سيناء وفى البحر الاحمر. تلاقي الساحل مش انت بتطلق عليه شاطق. بس هو طبعا ممكن يبقى. هو بيبقى اوسع من الشاطق. نفسها اذا ازا بيتش. الكوست اوسع من البيتش. البيتش هو عبارة عن الشاطق. تتنزل اللي تنزل فيه المياة. الرملة حلوة اذا تنزل. كان لديه البيتش. بعد البيتش يليس منطقة تانية. لغاية نهاية الكوست. نهاية الكوست. يبقى لconf Montgomery aspect. يبقى بقىこれ يبقى بياها في سكندرية مثلا انت عندك الشاطئ او ده اللي بتنزل بينه ثم بعد كده المدينة نفسها خلص المدينة كده يبقى انت كوستال زون تقفل خلص ما بقاش فيه منطقة سحلية هنتكلم مع الكلام ده بعدين نحقا في محاضرات يمكن في اخر المادة ان شاء الله لما نتكلم اكتر يعني انديب اكتر يعني في الايه على الكوستال فيتشيرز والمشاكل السحلية المناطق السحلية والكلام ده كله احنا عمتا بس يهمنا برضو تبقى عارف ان الكوستال او المناطق بتاعتني متقسم اللي حاجة اسمها النير شير زون وحاجة اسمها النير شير زون هي عبارة عن المنطقة اللي بتتأثر اكتر بالعمليات البحرية الموجودة يعني بتتأثر اكتر بالامواج بتتأثر اكتر filاطيارات inbox هي ده المنطقة النير الش متر بن البشيظ giyszول عرضها قد اية متغير طبعا بكل منطقة التانية اكيد وكل طبيعة غير التانية لكن بنتكلم في منطقة مش مونتدة اول نتكلم في منطقة مثلا انت تتراوح من تلتمائت ربعمية متر ibCT لغا تتوصل ممكن كيلو اتنين كيلو بالكتير يبقى دي من منطقة النير شور ومنطقة القريبة من الشاطئ اللي بتتأثر بالأعمال بتاعت الايه أو بتأثر بالطبيعة بتاعتنا وفي نفس الوقت بتتأثر بالشاطئ يعني الشاطئ نفسه بيتأثر بيها وفي نفس الوقت ايه بتأثر بالحركة اللي على الشاطئ نفسها وبتتأثر بأي أعمال بتعملها يعني دي تعمل هنا قرية سياحية بتعمل ممشا طريق ساحلي بتعمل مينة بتعمل مرينة ايا كان بتعمل مدينة نفسها على الساحل مثلا كل الكلام دوت بيتأثر فيه تأسير متبادل بال اثنين فيه عمنا منطقة ott wisure هي منطقة بعيدة شوية منطقة بعيدة من الشاطئ المنطقة دي ما بقاش فيه تأسير متبادل ما بينها وبين الشاطئ وفي نفس الوقت هي منطقة بعيدة قاوي عن الشاطئ فتأسير الطيارات البحرية والأمواج وكلام ده قلي شوية الفكرة كلها ان牠 свет ensure منطقة مهمة لان هي دي المنطقة اللي بيتعامل فيها بقى الأويل ريجز اللي هي وكلام ده كله فده دايما بتقبل موجودة في المنطقة الايه الوفشور فساعات طبعا حواجز الامواج بتاعت المينة برضو بتتد مسافة قدام حتى تشوف الكلام ده اللي بنيجي تاخد بقى تصميم المواني وكلامه فده كده ببساطة شديدة هو الكوسترزون بتاعتي المقدمة اللي انا اقولها من الاول دي عشان اوصل لك لحضرتك معلومة اساسية قاله وهي ايه ان المنطقة السحلية مش حاجة ستاندرد المناطق السحلية دي حاجة متغيرة جدا حسب زي ما انت شفت كده باشكال مختلف كل دي اسمها مناطق ساحلية كلمة ساحل مقصود بايه هي المنطقة من الليند المجاوره للبحر والمنطقة من البحر المجاور اللي بتتأثر فيه احنا بقى مهم قاوي نظرز ايه الزواهر لو انا عايز اعمل اعمل في المكان ده اعمل ذلك انا ده وظيفتي كمهندس وظيفتي ان انا اعمل تطوير في مناطق دي اعمل ايه يعني تطوير يعني اعمل مدينة اعمل مارينة اللي يخوض أعمل مينة صيد أعمل مينة تجاري كبيرة أعمل طريق ساحلي حتى ماشي بعدي فيها أعمل شواطئ نستنزل فيها أعمل قرية ساحية كل دي عبارة عن development اللي بتتم طبعا كل أغلب development اللي بتتم في المدن في اللي اسمها إيه دي في البلاد اللي لها سواحل كبيرة هتلاقي أغلب من أكبر المدن الموجودة عندها هي المدن الموجودة على السواحل تاني أكبر مدينة في مصر مثلا سكندرية موجودة على الساحل اللي بعديها مثلا من حيث برضو الأهمية وحاجة زي بورس سعيد مثلا موجودة على السواحل فبالتالي فيه مدن كبيرة طبعا لو على مستوى العالم من أكبر المدن مثلا اللي موجودة فأمريكا على سبيل المثال نيويورك مثلا هذه موجودة على مصاب نهري كمان نهري هتسي ماشي على تساحل الشرق لأمريكا مدينة زي لوسانجلوس أو كاليفو أو اسمائدي سان فرانسيسكو هذه مدن موجودة على الساحل من أكبر مدن في أمريكا موجودة على السواحل وبالتالي وذي برضو مدن كتير فلوريدا مثلا على سبيل المثال يبقى أنت عدد هتلاقي مدن كتيرة موجودة على السبيل لندن نفسها موجودة عند مصاب نهر وقريبة من الساحل أمستردام موجودة أوروب الساحل أغلب المدن الكبيرة هتلاقيها موجودة طبعا مدن كتيرة شرق أسس 60 غاهاي مثلا من أكبر مدن موجودة على الساحل فكل دي مدن كبير فأغلب التطوير بيتم على السواحل في الحقيقة فدور المدن دي بقى أنها تجهزك بالبادجراون المطلوبة وأنك أنت تبقى عارف المطلوبة عشان خاطر ممكن تبقى كوستر إنجينير ممكن تبقى أنت مهندس بتاع هندس السواحل فقال بيسمي كوستر إنجينير أو مارين إنجينير أو هاربر إنجينير يعني تبقى الراجل متخصص في أنك أنت تعرف تتعامل مع البحر دي بقى الله صحيح تعرف إنها تدرس الظواهر الطبيعية المختلفة المؤثر عليه يعني إيه رياح يعني إيه كارنس يعني إيه مادة وجزري يعني إيه أمواج يعني إيه أعواصف الكلام ده كله تعرف تتعامل معا تعرف تصمم منشآت اللي موجودة سواء منشآت جوه المينة نفسها حواجز الأمواج أو الأرصفة البحرية وكلام ده كله أو أمكن برى المينة لو أنت بتعمل أعمال حماية للشاطئ نفسه على سبيل المساكل فكل ده هي عبارة عن الحاجات الأساسية اللي مطلوبة في المادة دي كده نخلص الانتروداكشن هنخلص بقى في الجزء التاني اللي هو بتاع الويند اللي هو عبارة عن الأول الجزء الرئيس اللي بنتكلم عليه اللي هو الرياح ودي أول اللي اسمه إيه دي الناتشرال فينومنا اللي احنا نرهمينا ندرسه فالجزء الرئيس اللي نتكلم عليه في المحاضرة ديت وجزء المحاضرة اللي جاية ان شاء الله كمان اللي هي الاسبوع اللي جاية يعني ان شاء الله هو عبارة عن حاجة اسمه الناتشرال فينومنا ليه بقى لأنه لو أنا عايز أدرس إزاي أقدر أعمل تدمية وإزاي أقدر أعمل منشآت جديدة على السواحل فلازم أدرس الأول إيه الطبيعي اللي أنا بتعامل معها فلازم أدرس إيه الظواهر الطبيعية اللي بتأثر معي الكلام دوت على الفكرة مقارب مثلا لما أنا عايز أعمل مدينة على النهر طبعا أنا لو أعايز أدرس أ sambتعمل مدينة على النهر فلازم أدرس الظواهر الطبيعية مربوطة بالنهر على الزحمين ابن سائل وفائضان بتاع النهر دو الأمطار اللي بتيجي شكلها عامل إزاي وإزاي النهر ممكن يفيد فلازم أدرس الظواهر الطبيعية اللي موجودة على النهر نفس الكلام فطبيعة شغلنا كمهندسين إن إحنا لو نيجي نخش في أي مكان عشان نعمل فيه تطوير ونعمل فيه شغل بتاعنا الهندسة لازم ندرس الأول الـ data اللي موجود لن ندرس إيه هي العوامل الرئيسية اللي بتأثر على المنطقة ديت وادرسها وجمع data بتاعتها ووقسها وعمل analysis للـ data ديت عشان نعرف أخدها أحولها بعد كده إلى data إيه أشتغل بيه كمثل على الكلام اللي انت خدته انت خدت في تصميم منشآت المعدنية مثلا أنا كنت بتعمل حسابات بتاعت الـ wind وانت خدت الكلام ده فبالتالي لو أنا هعمل أي منشآت ممكن يتأثر بالـ wind خفيف شوية زي المنشآت المعدنية لازم أدرس الـ wind لازم أعرف الـ wind force والاتجاهات بتاعتها شفل أعمل إزاي طيب لو أنا بدرس في مناطق معينة بعمل منشآت خارصاني أو معدني أو أي أن كان لازم أدرس الطبيعة بتاعت التربة ولازم طبع أشوف التربة بشكل عمى هذه كده تعتبر حاجة طبيعية لازم أدرس الزلازل مثلا أشوف أنا فين بالنسبة للزلازل وحزاب الزلازل فين والمنطقة بتاعت الزلازل إزاي سواء بتعمل الكلام ده في مصف أو فيما كان في العالم طبع ماشي فحش كده إحنا بداية المحاضرات بتاعتنا تبقى حاجة اسمها natural phenomena اللي هي الظواهر الطبيعية الموجودة في مناطق السحلية هي تحديدا بنتكلم على الـ wind الرياح طبعا من حاجة أساسية الموجودة عندنا ثم هنتكلم النهاردة برضو في الجزء الثاني من المحاضرة هنتكلم على أو المحاضرة الجزء الثاني يعني هنتكلم على التايد اللي هو المد والجزر ما نسيبه المية يعني والكارنس اللي هي الطائرات البحرية ثم الأسبوع اللي جاي إن شاء الله هنتكلم على الـ waves الـ waves اللي هنا بقى دي بقى هنسب لها جزء رئيسي لأن الـ wave أو الأمواج هي الـ predominant force اللي عندنا في المناطق السحلية هي القوة الرئيسية الظاهرة الطبيعية الأسسية أو القوة الأساسية اللي بتأثر في المناطق السحلية ولازم تأخذ بالاعتبار بشدة لأن هي لها تأثير كبير جدا وهي دي اللي فيها الدرسات الأكتر شوية زي ما هنشوف إن شاء الله طيب في حد عنده أي كومنت أو أي سؤال يا شباب دكتور أنا عندي سؤال بس مش عارف هو يعني هل حاجة لدينا مسلا لسه قدام وأنا كيب أصبأ أو لا لأ آآ إحنا لما بيكون عندنا مدينة سحلية أحيانا بيتعمل عليها مواني أحيانا بيتعمل عليها مسلا منتجات أحيانا بيتعمل عليها مش عارف إيه طب هل في حاجة في طبيعات الساحل مسلا بتفرق ده عنده عنده يعني شمعنا بنعمل في ده ده يعني شمعنا مثلا عملنا في بورسعيد مواني إيه آآ تجارية مثلا وشمعنا مثلا في مناطق تانية زي الغرداء مثلا أو إسكندرية فيها من مناطق السحلية وهكذا يعني طيب حلو ماشي سؤال جميل بصي باشي أنا مش بختار أي مكان يعني اختيار المكان عشان نعمل مدينة جديدة مش بيخضع فقط لأن يعني مش دايم أولا بيبقى في حاجتين في مدن بدأت على مر التاريخ يعني ما 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 مجدش مرة واحدة أنا حابدد أعمل المدينة هنا بس طبعا المحددات بتاعت الرجل اللي بدأ يعمل يعني على سبيل المثال إسكندرية لما تعاملت كمدينة تعاملت لما إسكندر الأكبر لما موجود في مصر واختار مكان معين تريد يعمل المدينة بتاعته أكيد طبعا كله محددات من ضمن المحددات الأساسية أو الحاجات اللي شجعته تعمل مدينة في المكان دوت إيه إنه يبقى فيه مثلا مكان الناس عارفاه إنه هو يبقى كاسكندرية إن هي على الشاطئ وإن هي منطقة خليج لأنه كان فيه كان فيه خليج كده لأنه قدامها كان فيه جزيرة بتاعت فارس وفي نفس الوقت كان بيوصل لها مية النيل أحد الأفرع بتاعت النيل كان بتوصل لغاية اسكندرية نفسها مكان هادي بحر هادي كويس أقدر أعمله وأقدر أتواصل ما بينه وما بين اليونان يعني اللي هي البلد الأصلي وهكذا وفي نفس الوقت عندي فرع نيل طيب أعمل مدينة هنا المدينة بدأت تتطور دكت مدينة عملت المدينة وأنا عايز ميناء أعمل ميناء بورت عشان أعرف أصدر واروح وتواصل مع البلد بتاعتي الأصلي وهكذا فلما جون مثلا يعملوا بورسعيد لو أنت بتتكلم مع بورسعيد ميناء بورسعيد يتعامل عشان خاطر قناة السويس فقناة السويس لما تشأت ما بين السويس وبورسعيد فكان محتاجين يعملوا ميناء في أولها وميناء في آخرها فتعامل ميناء بورسعيد عند الطرف الشمالي بتاع قناة السويس وتعامل ميناء السويس عند الطرف الجنوبي بتاع قناة السويس رغم ميناء السويس كان طول عمرها موجودة برضو من زمان جدا لانه على طرف خليج السويس وكانت ميناء وموجودة وكان فيها حركة كبيرة من البضايع قبل حتى قني السويس من زمان جدا يعني المنطقة زي الجردقة دي منطقة في الحقيقة لما بدأوا يعملوا تطوير فيها عشان هي منطقة سحلية جميلة قوي فيها مية وفيها شواطئ جميلة وفيها كلجان طب تعال نعمل بقى تطوير تعال نعمل القرى سياحية نعمل منتجعات نعمل مدينة نفسها طب انا عايز اخدمها طب تعال نعمل مارينة عشان خاطر تعزز الاستثمار في المنطقة دي طب ممكن ننزل جنوبها شوية في حتة زي سفاجة واعمل ميناء مثلا عشان خاطر المنطقة المواني كتيرة موجودة في جنوب البحر الاحمر من اول سفاجة طول ما انت ننزل كده سفاجة وبعد كده في ميناء اسمها الحمروين وفي مواني اسمها بوصون المواني دي كلها موجودة ليه؟ موجودة عشان تصدير الفوسفات يعني ايه؟ يعني هما لقوا ان فيه فوسفات كتيرة جدا موجودة في جبال البحر الاحمر عندنا مصر طول عمرها حتى الكلام ده انت في المدرسة ان مصر بتصدر الفوسفات بكميات كبيرة طيب فيه فوسفات كتير موجود فيه جبال البحر الاحمر عايز اصدرها 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 ازاي حتى الراعمل ميناء فبدأ يعمله مواني في اماكن معاناة في البحر الاحمر عشان يعرف اصدر الفوسفات بتاعك وهكذا فالتطوير المكان مش بس محدد ان انا بامشي على الشطة واقول المكان حلو اعمل فيه ميناء لا او اعمل فيه مدينة لا الموضوع مش كده له بقى دراسات اقتصادية كتير جدا ودراسات اجتماعية كتير جدا فعلى سبيل المثال طب احنا عايزين نعمل في العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه الدولة يا وقادة سيسالة انا عايز اعمل مدينة مليونية جديدة في الايه؟ على البحر المتوسط وده طبعا ده تفكير سليم من زمان احنا عايزين نحرك الناس شوية بعيدة عن الدلتا وبعيدة عن الوادي عشان خطر زيادة السكانية الرهيبة الناس تعرف تروح في حيطة تانية طب عايزين نختار مكان كويس في السحل الشمالي على سبيل المثال يتعمل فيه مش مدينة واحدة يتعمل فيه مدينة واثنين وثلاثة مدن مليونية مدن كبيرة نختار المكان فين؟ اتدارسة بقى الكلام ده كله وده دراسات كبيرة محقدة مش بس المهندس اللي هو علاقة بال بيخش بقاله انبوت فيها المهندس اللي هو علاقة بالبحر لكن ابتكام على تخطيطه عمراني بقى مع دراسات تربة مع دراسات اقتصادية مع دراسات زراعية مع كل الكلام ده لديم يدرس عشان يختار مكان زي العالمين الجديدة مثلا فيه اختقومه او منطقة العالمين دي منطقة فيها مميزات واحد اثنين ثلاثة اربعة خلاص هنعمل هنا جماعة مدينة ونبتدي نعمل بقى دراسات بتاعتها فالموضوع بيبقى من خلال دراسات متكاملة عشان نختار المدينة او المينة اللي هنعملها وبالتالي يبتدي بقى الموضوع يتطور هل المدينة زال على مين هل ايا محتاج اعمل فيها مينة لا انا مش بحتاج اعمل مينة انا عندي مينة قريبة زي مينة سكندرية مثلا مش عامل مينة جديدة لكن انا عايز اعمل مارينة عشان مارينة لاخوته عشان محتاجين مراين لاخوت اكتر عشان نشجع سياحة ياخوت مثلا يعني على سبيل المساكل واضح يا احمد تمام يعني اعزة حضرتك يا دكتور ان اي ساحل ينفع لأي حاجة بس في تسليلات او تسليلات موجودة في مناطق معينة بتوجه المنطقة دي لناس من كده اي ساحل بس هاي بقى صعب انها عشان نعمل بقى اي حاجة هنا يرجع للموضوع اه بيه حتة اصعب من حتة اه بيه مناطق اصدية نعمل حاجة بتاعت دي هعمل حاجة في المكان ده المناطق بيبقى قريدي فيها التسليلات دي اه في وقت تكلفة اي مكان له طبيعة جميلة فتنفع ساحل وكده اي مكان له طبيعة جميلة فعمل فيها حاجة لان ممكن يبقى مكان طبيعته جميلة ولكن مثلا متعرض على طول لعواصف شديدة على سبيل المساكل او مفيش وسيلة نقل قريبة منه فاضطر عشان اعمل اضطر اعمل شبكة طرق كبيرة جدا عشرة فاوصل له وبالتالي تكلفني تكلفة هائلة او المكان يبقى حر شديد مثلا الناس بتعرفش تروح له بشكل داوي وهي كذا فالموضوع مش عشان اعمل اي مشروع جديد في اي مكان بيبقى له دراسة جدوى دراسة جدوى بتشمل حاجات كثيرة جدا وطبعا فيه دراسات بيئية ما انا مقدرش اعمل مثلا اجي منطقة زي شرم الشيخ اقول لمنطقة جميلة وتعالى نعمل مينة تجارية كبيرة في شرم الشيخ لو عملت مينة تجارية كبيرة في شرم الشيخ فانا هدمر البيئة او حيبقى فيه مشكلة كبيرة بالنسبة للبيئة بتاعت شرم الشيخ طب انا اصلا المكسب بتاعي في شرم الشيخ ان انا عندي بيئة كويسة بيئة ساحلية كويسة وبحر كويس وشعاب مورجنية والناس بتجيلي بتديني بتجيبلي مدخل كبير سياحي عشان خطر ايه بتيجي في المناطق دي طيب اصاد الكلام ده هاقصر دوت وهاعمل حاجة تجارية والله اوازم بقى بين الاتنين واشوف هل ان انا اعمل دوت ولا اعمل دوت وبناء انا عليه باخد القرار فده في اي مكان في العالم يعني مش مش طبعا مش في بصرة بس يعني ماشي فأي الاجابة اي مكان في السياح الممكن اعمل اي نوع من نوع التطوير فيه بس الموضوع بيرجع في الاخر لان انا بعمل دراسات وبعمل دراسات جدوى واشوف الايه الجدوى الاقتصادية من هذا الكلام وايه هي البداية المختلفة هل اعمل فيه تطوير سياحي اعمل فيه منتجعات سياحية وشواطق وكده ولا اعمل مينة تجارية مثلا وجنبها منطقة بقى صناعية اهو ده 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 حل اهو ده حل مين فقى يناسب اكتر في كل مكان طبعا بيبقى مخطط كبير للدولة مش بيبقى بتاع مستثمر يعني ان يعمل حاجة زي كده ماشي يا شباب طيب تعالي نتكلم سريعا بقى على الويند يعني نخلصها بسرعة كده ناخد بريك طويل شوية عشان نبتدي لايه الجزء الثاني من المحاضرة او المحاضرة بي يعني ده كده وان اي اللي هنتكلم فيها وبعد كده هنتكلم في وان بي فتعالي نتكلم على الويند الرياح ايه هي الرياح بشكل عام الرياح هي عبارة عن بلك فلو اف اير اون السيرفس اون السيرفس اوف ده اير ايه هي عبارة عن الحركة بتاعة الاير بتاعة الهوى على سطح الارض طب حركة الرياح دي بتنتج من ايه اساسا لو تفتكر كده لما بيجيلك يقولك في الشتاء بيقولك ان في عصيفة جاية قبل ما يقولك كلمة عصيفة دي بيقولك ان انت ان مصر دخلة او المنطقة دي دخلة في منطقة منخفض جوي حد سمع كلمة منخفض جوي دي قبل كده يا شباب حد سمع كلمة منخفض جوي حد سمعت قبل كده يعني ايه بقى منخفض جوي لما تعرج فتسمع بيقولك ان المنطقة دي في منخفض جوي عليها او هي دخلة في منخفض جوي او في منخفض جوي دخل عليها تفهم على طول تدرجم ده في المهج على طول ان في عصيفة دخلة ليه؟ لان الببساطة الشديدة منخفض جوي يعني ايه؟ يعني ان المنطقة دي الضغط الجوي بتاعها انخفض احنا عارفين ان فيه ضغط جوي ماشي؟ الضغط الجوي بتاعنا اللي موجود طب يخلي ايه بقى؟ لما يكون في منطقة فيها ضغط عالي ومنطقة فيها ضغط واطي ايه اللي بيحصل في المواقع اللي ما بينهم؟ انت عارف يعني من زمان في الدراسة يعني قبل حتى لما يكون في منطقة فيها ضغط عالي ومنطقة فيها ضغط واطي ماشي؟ وفيه مائع بيتحرك ما بينهم فيه فلويد ما بينهم الفلويد بيتحرك من فين لفين؟ من العالي للواطي اه من ضغط العالي للضغط الواطي منطقة في طبقات الجو العلي فهي دي العاصفة اللي بتنته الكلام ده ممكن تبقى طبعا عواصف درجات وزي ما حنشوف دلوقتي فهي عبارة عن حركة الهواء بسيط جدا الجنت البريز العادي اللي بتحرك لغاية ما بتوصل لايه؟ عاصفة ستورم او بتوصل لغاية هيريكين حتى العصار يعني فكل دي عبارة عن تحرك للهواء نتيجة تغير درجات الايه؟ فبوساطة شديدة عشان كده كلمة منقاف الجوي على طول في ايه مكان في العالم؟ معناها ايه؟ معناها ان في عاصفة بتتقرب المكان ده او حتى تولت المكان ده هم عبارة عن حكتين في حكتين بيتحكموا في الحركة بتاعة الطيرات الهواء اللي على سطح الارض بشكل عام مش بكلم بقى على حتة صغيرة يعني انت قاعد في في القاهرة وفي عاصفة لا انا بتكلم من غلوبالي بقى ولو انت واخد بالك برضو في الحقيقة يعني العواصف اللي بتيجي خلال السنة كلها مناطق هي لها بثر نسابت لها نموذك واحد انت عارف كوية ان في الشتاء العواصف كلها بتجيلك من الشمال للجنوب نتيجة ان فيه بقى سواء من ناحية اوروبا او من ناحية سيكبيريا من اسيا من شمال اسيا وعارف برضو ان في حالة في وقت الربيع وفي وقت الصيف بيبقى فيه هوا تانية بتيجي من شبهة القرية الهندية اللي بسبب درجات الحرارة ففيه سابت كده الفاكتورز الأصيلة اللي بتقصر عليه هو يعني ان فيه فرق درجات كبير ما بين اللي هو الخط الاستواء وما بين البولز طبعا فرق الحرارة الكبيرة ذائد الحاجة التانية بتاع الارض نفسها هي دي اللي بتخلي اللي هو تبتدي تتحرك في مواسم معينة بشكل معين فيه تخلق الجو اللي انت تشوفه ده وتبتدي تخلق العواصف اللي بتحصل في اوقات معينة اللي بنسميها اللي هو في اوقات العادية اللي هي العاصفة بقى ماشي فدي العاصفة اللي موجودة اللي موجودة اللي موجودة بسميها فده هي عبارة عن مؤسرات الحاجات الأساسية اللي بتأثر على حركة الهواء طيب ليه مهم ان انا ادريس الويند انا دلوقتي بتكلم على كورسة الانجينيرينج انا في منطقة سحلية وهعمل فيها development ممكن يبقى عبارة عن مدينة جديدة زي مدينة العالمين ممكن تبقى مينة جديدة بعملها ممكن تبقى مارينة بتاعت يخوض مينة صيد او مينة تجارية كبيرة او ممكن تبقى عبارة عن قرى سياحية مناطق استجمام ممكن تبقى طريق مش اكتر من طريق سحلي بعمله ممكن تبقى عبارة عن وده موجود في مصر كتير بتبقى عبارة عن المصانع بتاعت اثالة الغاز يعني ما منيجي احنا ما نستهرك الغاز بتاع المتوسط بتاعنا البحرى المتوسط من حاجة زي حقل ظهر مثلا او احنا عارفين ان اغلب الاغازة الطبيعية مش اغلب هو يعني الاغلبية القصوى يعني من الاغازة الطبيعية اللي عندنا في مصر بتيجي بتيجي من البحرى المتوسط طيب بتيجي هنقلها هعمل بيها ايه بتعمل لها اسالة بتعمل لها مصانع اسالة موجودة على المناطق في مدن الساحية الاية في مصر في ايدكو وفي نوميات وفي بورسعيد دي مصانع موجودة عشان تسيل الغاز عشان اعرف انقل الغاز بعد كده سواء جوه البلد او اقدر اصد ضروف فدي مثلا من ضمن الديفيلوب اللي موجودة طيب مهم يعني فعشان اعمل اللي هنشآت دي كلها ليه مهم عندي ان انا ادرس الويند ليه الويند كماتشرال فنومنا اللي مهم ان انا ادرسها هتلاقي ان الويند اللي هو فاكتورز اللي هو انفلانس بحاجة كتيرة جدا اول حاجة هو بمعنى الويند هي اللي بتعمل الموج ده معنى ايه ليش معنى لان الموج هو العامل الرئيس اللي لازم اخده في الاعتبار جدا وانا بعمل اي تطوير على الساحل والويند هو اللي بيسبب الويند ببساطة شديدة اتجاه الويند او اتجاه الويند قوة الويند على حسب قوة الويند فترة بتاعت العاصفة اللي بتيجي فيها الامواج العالية هي نفس فترة العاصفة بتاعت الويند وبالتالي لازم ندرس الويند كويس عشان نقدر افهم الويند الحاجة التانية دي حاجة انت عارفها حتى منشآت الشتز اللي هي عبارة عن المخازن اللي هي تبقى حديد تأثير الويند لازم اخده معايا في الاعتبار المينرات او اللي اخر الحاجة العالية يعني لازم اخده الويند معايا في الاعتبار طيب التساقط الامطار او الثلوج في الاماكن اللي في اسلوج بتا panelists تأثر بالويند وليازم عقبوة إدراكال يعني اللي نتجة عن الويند لازم ادريس الويند عشان اعرف ايه طائرات البحرية نتكلم عليها بعدين طائرات البحرية. في قادينا حاجة مهمة جدا اسمها ستورم سيرج. عايز حضرتك تدور عليها بقى كده عشان هنتكلم عليها المحاضرة والله هنتكلم عليها اساسا النهاردة ان شاء الله يعني. بس ايه? هتشوف يعني ايه عبارة عن ايه ستورم سيرج ساعة هيا. في حاجة اسمها اوبرتوبينج قد عرفها المحاضرة الجاية. المناطق اللي فيها كثبان رملية. اللي بيشكل الكثبان الرملية. طبعا الهواء انت عارب اكيد يعني. الهواء هو اللي بيشكل الكثبان الرملية سواء حيشي هيحركها مكانها هيخلي شكلها لها شكل معين. واللي ده وضع على حسب شكل الان? رياح. لما نجي نصمم بقى اي حاجة زي ما هتشوف دلوقتي المورنج اكسسوري دي هتعرفها في اخر الترمي يعني ان شاء الله او قبل اخر الترمي يعني شوية. اننا ما اجي نصمم بحاجات بعض الحاجات الموجودة في المواني. لازم اخد معي تأثير ويند ودي هتعرفها ايه بعدين ان شاء الله. طيب. فدي هنا why it's important to study ويند. قبل اجي من الاسئلة مشهورة برضا يعني هتلاقي موجودة في الاسئلة عمتا كاسئلة نظري. وبرضو عشان انا عارف ان ممكن يبقى سؤال عندك هو الامتحان في شكل عام بييجي فيه اه اه امتحان بي فيه جزء نظري بيصع جزء صغير يعني. لكن الامتحان الاغلابه بيقبارة عن مسائل. لكن بييجي فيها جزء نظر. ماشي? فيها اجزاء نظري وفيها اجزاء طبعا مسائل. عشان تحل جزء نظري اللي بتاعه الامتحان كويس محتاج انك هتلاقي موجود في الاسئلة يعني مش هتجيب حاجة مبارا الاسئلة. فالكلام ده تجيبه من ايه? تجيبه من السلايز اللي موجودة معك بتاعت المحاضرات. طيب. ايه بقى الويند داتا? ايه الداتا اللي انا محتاج اعرفها كويس للويند. وهو انا مهم ان انا درس الويند. عشان ادرس يبقى انا محتاج اجيب داتا. طب ايه هي الداتا بتاعت الويند لازم اعرفها كويس? اول حاجة فيها انا حاجة اسمها الويند دايريكشن. ده منطقي يعني. اسألك هو ايه هي الويند داتا يعني عشان انا نتكلم كده. انا عايزي ده استتتكلم معي يعني. مش هتتكلم وما فيش حد بيتكلم معي. ايه هي داتا بتاعت الويند يا شباب. سراعتها واتجاها مسلا. سراعتها واتجاها منطقي جدا. ايه تاني? عايزين حد يقول حاجة زيادة. غير سراعتها. الايه? الايه? قولي تاني. الشدة بتاعته. الشدة دي يعني كقوة الرياح نفسها. اه طبعا. داتا مهينة. بس هي مش داتا في حد ذاتها. في قوة الرياح بتتحسب. بتتحسب من السرعة بتاعتها. لكن كداتا اسجلها. ما بتبقاش قوة رياح. يعني ما فيش حاجة بتسجلي قوة الرياح. لكن بتسجل سرعة الرياح. وبتسجل طبعا الاتجاه بتاعها ده اكيد. وفي حاجة تانية مهمة او بتسجلها. منها برضو اقدر هتجيب قوة بتاعت الرياح. ايه تفقدة؟ كبس بتاعتها مثلا? ليه? كبس بتاعتها او كم بتاعتها مثلا. كبس تي انتنس تي نفس المعنى يعني. القوة بتاعتها يعني. لكن في حاجة تانية مهمة اسجلها. مهمة تفرق معايا في الحسابات بتاعتي. وفي اهمية الويند اللي جاية دي. تفتكر ايه مثلا? بتاعتها. ليه? ليه? بتاعتها. اه. الديوريشن بتاعتها اه. الديوريشن بتاعتها اه. بتاعت الرياح دي. ده يفرق معايا طبعا دفاكت الرئيسي بالنسبة لي. هو انا لما هي بقى عندي رياح ما ممكن رياح تيجي بسرعة شديدة جدا. وتيجي تقعد فترة صغيرة اوي. تقعد يوم ولا يومين. وممكن رياح تيجي اقل من يوم كمان. وممكن تيجي الرياح بسرعة اقل شوية. بس تقعد فترة اكبر كتير. وبالتالي تأثيرها باكبر. وقوة النتيجة عنها. الفورس اللي نتيجة او بتاعتها بتفرق معايا على حسم الفترة بتاعت الهجوب بتاعتها. الفترة اللي بتقعد الرياح بتهب فيها الشكلها عامل ازاي. فبالتالي. هي دي الداتا الموجودة. اول حاجة. مبدايا كده. والديريكشن بتاعتنا بيبقى حاجة من اثنين. يعني زي شمال جنوب. شمال جنوب شرق غرب. او يعني تبقى شمال شرقي. شمال غربي. ماشي. او تبقى بالدرجات. يعني يقول ان رياح ديت جاي من اتجاه تلاتين درجة. تلاتين درجة دي بقى فين? او خمسة واربعين درجة مثلا. انت ببساطة شديدة اتجاه الزيرو بتاعي هو اتجاه الشمال. الزيرو. اتكلم عن الرياح الزيرو هو الشمال. طيب. وبعدين بنتحرك في اتجاه اقارب الساعة. لو اتعرفنا على تجاه يبقى اتجاه الشرق. ده درجة كام. يبقى درجة كامل. لو انا 재تمامل شرق دو بدرجته كامل? لو شمال زيرو وانا بتحرك في تجاه اقارب الساعة. يبقى الشرق كامل. 90 90 بالضبط كده يبقى لما اقول ان الرياح بتيجي من درجة الرياح جاية او الرياح دي 90 درجة 90 درجة معناها ان هي جاية من اتجاه الشرق في الاغلب طبعا نحن منقول بالاتجاهات في الاغلب اللي هتسمعه كتير اكتر يعني لكن لما أقول برضو دي نقطة مهمة لما أقول الرياح شمالية يعني ايه رياح شمالية يعني رياح جاية من ناحية الشمالية فالمسمة بتاع الرياح بيبقى دايما الاتجاه اللي بتيجي منه الرياح فامقول رياح شرقية يعني رياح جاية من اتجاه الشرق مش راحة للشرق لا دي جاية من اتجاه الشرق طيب تاني حاجة الويند سبيد الويند سبيد له وحدات كتاب عن الويند سبيد عبر عن الفلسطوف اير سرعة الرياح عم تاني ودي برامة الرئيسي طبعا عشان اعرف احسب الانرجي والبريشر يعني حاجة دي الأساسية اللي قدر أحسن منها الفاكتور رئيسي عشان رفع أحسن منها قوة الريح نفسها شكلها عمل إزاي على المنشآت وتأثيرها على المنشآت بتاعتي طب في الويند سبيد بدتتقاسبه إيه ممكن ميتر بر ساكند عادي ممكن بالكيلومتر بر أور ممكن ميل بر أور وممكن حاجة أكيرة اسمها نوتس ماشي أو نوت هتسبع النوت قبل كده هل تعرف نوت يعني إيه بالعرب يفترجم إيه بالعقدة يا دخول هه مكتوب أميك أي العقدة لأنا عرفة أكبر طيب ما مش ممكنت بعرفة قبل كده طبعا أي حاجة بتتحرك في البحر عام Pisani أي حاجة بتتحرك في البحر يعني إلى أي مراكب بتتحرك تتحرك بطل بالعقدة حتى الطيرات ساعات كمان بتتقال السرعة بتاعتها بالعقدة وفي نفس الوقت أي حد بتتعامل مع أي حاجة في البحر سواء المراكب أو سواء أي حد بيتعامل مع البحر نفسه فكلمة العقدة دي وإحنا تسرعة مروحة العقدة بحد ذاتها هي وقت بسرعة لأن العقدة الوحدة تساوي ميل بحري ميل بحري اللي هو قد ميل البحري تقريبا 1.852 كيلومتر ده ميل البحري يبقى أنا لما أقول أن أنا بتحرك أو المركب بتتحرك بسرعة عشر عقدة عشر عقدة دي يعني عشرة مضروبة في الرقم دوت يعني تقريبا توصل 18.5 كيلومتر في الساعة المركب اللي بتحرك بسرعة عشر عقدة يبقى كانها بتحرك بسرعة 18.5 كيلومتر في الساعة وبالك أنا ما بقولش عقدة في الساعة العقدة نفسها هي واحدة قياس نعنش إذن البازكال كده بدلا ما بقول نيوتر عميتر سكوير بقول بازكال لكن العقدة نفس الكلام العقدة هي عبارة عن واحدة قياس سرعة فبالتالي العقدة بتساوي قد ايه العقدة الوحدة بتساوي 1.85 كيلومتر بالاور اللي هي تقريباً لو حولت الوحدات عادي خالص يعني تطلع تقريباً نص متر بر ساكت دي العقود عشان كده المراكب على فكرة ما تتحركش بسرعة كبيرة قوي يعني أكبر أسرع المراكب الحاجات الحربية أو الحاجات السريعة جداً لما تتحرك بسرعة 30 عقدة وال40 عقدة يعني معناها أن أقصى حاجة بتجيب مثلاً 70 كيلو متر في الساعة ده أقصى حاجة ما يمكن تتحرك في البحر يعني ما بزيدش عن كده يعني طيب الداة التانية المهمة الويند ديوريشن دي نقطة مهمة قوي بقى يعني الفترة ديوريشنوفتاين دي ويند بلوز بمصادة شديدة يعني الفترة من الزمن اللي الويند بتهب فيه هل بتهب فيه في كم ساعة يعني كلال اليوم كم ساعة كلال السنة وكل ده وعبارة عن الويند ديوريشن دي فاكتور مهم جداً جداً عشان أعرف كمان استنتج الويفز حتى زي ما حتشوف أنه انت ممكن عن طريق الداة بتاعت الويند أقدر استنتج أو أقدر أحسب الارتفاعات بتاعت الويند وده اللي بيتم في الحقيقة لأنه هو سهل جداً عندي أن أنا أقيس الويند بس الصعب أن أنا أقيس الويفز أقيس الويند فبالتالي أنا بستعين بالداة بتاعت الويند فأنا أحسب منها الخصائص بتاعت الويند اللي هي سرعة الارتفاع الموجة قد ايه والزمن البريريوت بتاعت الموجة قد ايه آخر حاجة بقى مهم قوي معنا في الداة ويمكن انت مش متعرفهاش يعني حاجة اسمها الويند فتش الفتش دي عبارة عن مسافة مسافة متقاس بالميل أو بالنيوتيكال خبالك فيه فرق بين الميل والنيوتيكال الميل البحري ده 1.852 كيلومتر ده الميل البحث الميل أو الإنجليش مايل هو نفس المعنى يعني ده هو 1.69 كيلومتر في فرق بين اثنين الويند فتش عبارة عن ايه استللنسو فوتر بادي أوفر ويتش جيفن ويند هز بلون يعني ايه كلام دوت يعني هي عبارة عن المسافة من البحر أو من المياه اللي الرياح بتهب عليها وده يفرق معايا جدا جدا فان انا اعرف احسب الويف اللي نتج من الويند تاني الويند فتش دي عبارة عن المسافة اللي الرياح لما بدأت بدأت تهب على المسافة دي كلها وبادتالي بدأت تهب على البحر فبدأت تعمل موج ارتفاع الموج ده عشان احدده مهم ما اول يعرف حاجة اسمها الويند فتش هنشوفها دلوقتي يعني. طيب ازاي بقيس الوينت؟ بقيس الدي ازاي؟ طبعا زمان كان المنظر اللي حالتك بتشوفه دوت موجود طول و زمان جدا يعني في الحصول التاريخية القديمة يعني بيحط المنظر لحالتك شايفه ده. المنظر ده بيعمل ايه؟ بقيس بايه؟ يدوقك بيعرف إيس منه انتجاه الرياح مش عارف إيس اكتر من كده. بيلف ده بيلف بحيث ان هو بيشاور على الاتجاه اللي بتيجي من الرياح. مش اكتر من كده يعني. فمش اكتر من بيحدي الريكشن. طيب انا بقى عايزة إيس ديركشن وعايزة إيس حاجة كتير. بديل عنها عن الكلام ده حديثا بقى يحط في الايربورت وحتى مش في الايربورت وفي المواني وحتى درجة موجودة في محطات الوقود حتى كمان. بتلاقي المنظر اللي حالتك شايفه ده. اللي هي اسمها ويند سوكس شراب يعني. سكي عن شراب. سوكس يعني شرابات. ويند سوكس ديت هي عبارة عن بتدين اتجاهات الويند. طيب الويند سوكس دي عبارة طبعا الباج اللي حالتك شايفه دوت. بيتميلي. وبتالي طبعا بيشاور الاتجاه اللي بتيجي منه الايه؟ الرياح. طيب الفكرة كلانا هو مش بس بدي ايه ده. ده بيبقى مهمة قوي. لانه هو متقسم. يعني التقسيمة اللي انت شايفها الاحمر والابيض دوت. ده مش معمولة هاب هازر ده كده. مش معمولة منظر يعني. لأ. هي معمولة ومتقسمة. متعيرة يعني بشكل معين. بحيث ان انت تبقى عارف ان هي حسب. الجزء المستقيم منه. بيديك على اندكيشن لسرعة الرياح. يعني. لو واحد نازل بالطيارة. طيار يعني نازل بالطيارة طبعا هو عنده الداتة مظبوطة بس. مفترض ان انت باشي ولقيت الويند سوكس ديت متعلقة. لو انت بصيت لقيت ان الجزء الاحمر دوت هو بس المستقيم. يبقى سرعة الرياح تقريبا ثلاثة عودة. لا هي تقريبا واحد ونص ميتر بسجن. طيب لو لقيت الاحمر والابيض لا يبقى ستة عودة. طيب لو لقيته كل مستقيم يبقى هي بتوصل ل خمستاشر عودة او ازياد من خمستاشر عودة طبعا. يبقى على حسب جزء المستقيم بتقدر تحدد او الهوى بيخش يعني يملى اي جزء فيهم. فبالتالي بتعرف الايه? السرعة تقريبا قديه. طبعا دي تقريبا مش 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 رقم اكزابت بس ايه? سهل بالنظر ان انا كده حددت الايه? السرعات تقريبا قديه. فدي كده ايه من احد. طبعا بيها اجهزة القياسة الحديثة اللي موجودة ودي قيصة. يعني ميزة اجهزة قياسة الرياح نحن هي مش حاجة غالية. اما بتتركب المنظر اللي انت شايف وتركب على الاسطح الاماكد او حتى في اجهزة ايه بتقيس سرعة رياح. يعني يعني اذا ما حياتك شايف كده اجهزة بايدك تقدر تقيس سرعات رياح وتديك ايهات مزبوطة. طبعا دي بتبقى المنظر دي بتبقى محطة. والمحطة بقى متثبتها بتسجل ريكورد طول السنة. مش مش بتبقى لحظيا. لحظيا دي مش هتفيد ناوي يعني ان اقيس سرعات اللي هي دلوقتي مش كداتا مش عمل بقى حاجة. لكن انا عايز داتا عايز ريكوردز للداتا خلال السنة كلها ودي بتجاب من المحطات بتاعت الارصات. ماشي? طيب. الويند ليها كلاسيفيكيشن. الويند ليها كلاسيفيكيشن. وكلاسيفيكيشن ده مهم. الكلاسيفيكيشن ده بيفرق في كل حاجة على فكرة. بيفرق مع الناس بتوع طقس. لما يحدد لك الرياح والعواصف والخطورة بتاعتك. بيفرق مع الناس البحار بتاع المراكب او السفد او حتى لو واحد عنده قارب صغير بياختي ولا حاجة لازم يعرف سرعات. الرياح والتصنيف بتاعها. مع المواني عشان يعرف اذا كان يقفل الميناء ولا يفتح. لان في اوقات الغواصف بقفل الميناء. ما بسمحش ان المراكب بتاخدش جوا الميناء. عشان ما تتضررش وهي داخلة جوا الميناء. فبيفرق معاين انا اعرف الدرجات بتاعتي. الدرجات بتاعت الرياح بتتقسمها بحاجة اسمها بيفرد سكيل. بيفرد سكيل ده كان واحد انجليزي. عمل سكيل في قدر 19 كده. عمل سكيل للرياح. ومن ساعتها الناس كلها ماشي عليها. او كان ادمر الاساسا او كان حد بحرية يعني واحد من القوات بتاع البحرية. وعمل السكيل اللي حدك شايفه ده. 12 سكيل. ماشي. من زيرو لغاية اثنائي. بدول 13 لو عادتهم بالعدد يعني. كل واحدة فيهم بتعبر لي على حاجة. فهو لما بيلاقي ان سرعة الرياح على سبيل المثال تتراوح من زيرو ل 1.6 كيلومتر بر اوار. فبيتسمى ساعتها دي كالن. طيب لما على سبيل المثال لو هي من 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 واحد وعشرين تسعة وعشرين كيلومتر في الساعة. يبقى اسمها مودرت بريز. وده الليفل بتاعها اربعة. لما يتقاس مثلا ان هي سرعة الرياح مثلا ازيد. وتوصل لغاية مية وعشرين كيلومتر في الساعة. وازيب من عاش مية وعشرين كيلومتر. يبقى انت عندك هيريكن اعصار. الكلام ده يفرق معي ايه بقى? ان انت لما تيجي تسمع. لما تيجي تسمع في الارصاد. وهما الكلام بقيت معروفة مثلا في العالم معروف برا اكتر عشان بتعرضوا لعاصف شديدة يعني. لما يقول لك انا عندي هيريكن يبقى هو اوتوماتيك كده عارف ان سرعة الرياح زادت عن مية وعشرين كيلومتر في الساعة. لما يقول لنا عندي ستورم يبقى هو عارف ان سرعة الرياح تتراوح من مية لمية وعشرين كيلومتر في الساعة. وهكذا. في المسميات دي مهمة. مش بس للشخص العادي لا كمان لأي حد بيشتغل في البحر. طيب مربوط بالكلام دوت. الارتفاعات او شكل البحر نفسه. احنا قلنا الويند بيعمل ويف. طيب الويف بيبقى شكلها عامل ازاي? ده المنظر البحر نفسه في حالة ل لما يكون كلم ايه? ووتر. لما يكون كلم ويند يعني. فيش كلم. فانت سطح البحر ببساطة شديدة بيبقى عامل كأنه مراية. مفيش خالص. فده مفيش رائحة نمام. هتلاحظ بقى ان كلما الدرجة بتاعتي زادت. كلما الدرجة ادي واحد ادي اتنين ادي ثلاثة. واضح شكل البحر بدأ يعمل ايه? بدأ يبقى فيه موق. وصل في الاخر خالص لانه عندنا هنا الحداشر اللي هي عبارة عن ستورم. واضح شكل الموق شكله عامل ازاي? وبالتالي ده بيفرق مع اي حد حد شغال في البحر. سواء ان واحد مهندس بيبني حاجات على الشاطئ. او حد شغال بيعمل ملاحة او ايا كان المراكب. انه يعرف الدرجة بتاعت او درجات الايه? الويند. المهمة قوي نبقى عارفين الايه القياس دوت يعني. طبعا انا مش عايز حدودك تحفظ الجدول يعني انه مش حدف انك تحفظ. بس بقى انت عارف يعني ايه بفورسكيل. ماشي? يعني ايه بفورسكيل. طيب. طبعا اما حدودك تعرف سرعة الرياح بتحسب منها الفورس. وده اللي انت حتى موجود في الكود حتى بتاع الاحمال. اللي انت كنت تشتغل به. لما تبقى عارف السرعة. بيبقى فيه فاكتور اسمه كي. الكي دوت عشان حسب شكل السطح اللي انت بتحسب عليه. هل هو سطح مستوي? هل هو دائري? هل هو مستطيل? على حسب السطح بتاعت في فاكتور. بتاخد الفاكتور اللي ربها في في سكوير. يبقى انت جبت البرشر كام كيلو جرام بالميتر سكوير. كام نيوتر عن ميتر سكوير. وبالتالي تعرف تحسب الفورس ان شاء الله على لوحة اعلانات مث عايز اعرف على حسب سرعة الرياح اعرف احسب الفورس اللي جاء عليها. عشان اعرف اصمم اللوحة. ما تقعش على الناس. وده في الكلام ده انطبق طبعا على اي من منشآت اللي انت ايه خدر. وفقا في الكود المصري فاكبر سرعة مقدوبة بناخدها في الرياح احنا بناخد خمسة وتسعين كيلو متر في الساعة. للمواني المصرية عمتا يعني. طيب اخر حاجة نتكلم عليها بالنسبة للويند هو احنا بنعملها ازاي. ففي اه اه اخر حاجة اهم حاجتين يعني. انا عندي ثلاث داتا مهمة ايدي. انا عايز اعرف الدياريكشن. اعايز اعرف ديوريشن. وعايز اعرف الاسبيت. المنظر اللي ان حاجتك شايفه دوت. المنظر ده اسمها ويندروز. انا لما اجي اعبر عن داتا. عبارة عن ثلاث انواع من داتا ديت. انا طبعا لما بتيجي تسجلها المحطات القياس. بتسجل جداول. بتعمل جدول. بتسجل مثلا السرعة بتاعت الريح كل عشر دقايق مثلا. فبتعمل جدول كده. من اول واحد يناير الساعة اتناشر اي ام. وبعدين اتناشر عشرة اتناشر عشرين اتناشر تلاتين. تقعب بقى تسجل. وتسجل كل ايه? عشر دقايق دول. وتسجل السرعة بتاعتها. وتسجل الدياريكشن اللي تجيها بتاعها. طيب. انا الدياريكشن. اعايز اخدها. اعايز اطلع منها داتا. اطلع منها حاجات بعد كده. والحاجة التانية عايز امثلها. عايز امثلها بشكل سهل وبسيط. واقدر اننا الناس كلها تفهمها. فاتفقوا من زمان ج قدرنا ان احنا نعمل حاجة اسمها الويندروز. المنظر حيثك شايفو ده. الويندروز دي حاجة جميلة جدا. طريقة نوع من انواع جرافز. حتى هي موجودة على 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 ال اكسل. هقول لك شكله عامل ازاي. الويندروز ببساطة شديدة بتعبر لي عن كل الداتة اللي بتكلم عليه. فعلى سبيل المثال بيحصل ايه? انا دي الاتجاهات بتاعتي نورت ايست ساوت وست. ادي الاتجاهات خلاص ايه. طيب. بتيجي كل اتجاه من الاتجاهات ديت. بيبقى فيه المن انظر لحياتك شايفو ده. ده بيعبر عن ايه? كل لون من الالوان دي بيعبر عن سرعة. كل لون من الالوان ديت بيعبر عن سرعة. والمسافة دي كلها بتعبر عن نسبة الهبوب بتاعتي. يعني ايه نسبة الهبوب? يعني خلال مثلا على سبيل المثال ان هنا دي اربعة في المية. نفترض ان ديه كده خلينا في حاجة واضحة شوية حاجة زي دي. مثلا. انت عندك هنا في رياح كان بتيجي بسرعة من زيرو الى وان بوينت فايف فور. ماشي. كده اللي هي تقريبا تلاتة عقدة يعني. بنسبة. ادي ايه في هذا الاتجاه? اقل شوية تقريبا واحد في المية. ثم بعد كده في رياح اللي هي بالسرعة التانية. بتيجي. اللي هي دي انا اتخلينها. بتقريبا اتنين في المية. ثم بعد كده في رياح تادي بتيجي اللي هي السرعة ديت. اللي هي بتتراوح من ثلاثة الى خمسة واربعتاشر. دي. في هذا الاتجاه. للمسافة دي خلال. لنسبة دي خلال ال� زمن. يعني النسبة. نسبة دي شوية. سأقول لك يعني. ثم بعد كده السرعة البعدها للنسبة الثانية. ثم السرعة البعدها للنسبة البعدها. وهكذا. فأنا هنا قدرت امثل كل الاتا بتاعتها التي تهميني. اولا الاتجاه بتاع الرياح. ثانيا السرعة بتاعتها. والسرعة او الرياح كب تتيجي بالسرعة دي لنسبة قد ايه خلال السنة. بفترض لسنة كاملة. فعلى سبيل المثال. تعال نشوف الاتجاه دوت كده ده معنى ان الرياح او خلينا نشوف حاجة واضحة زي دي الرياح في اتجاه الجنوب كان بتيجي من اتجاه الجنوب في الستيشن دي المسجلة دي اتجاه الجنوب للرياح بسرعة تتراح من زيرو الى 1.54 اللي هي الزرقة دي بنسبة تقريبا 2% من الرياح المسجلة خلال السنة كلها يبقى انا باخد الريكرز اللي جات لي خلال السنة كلها بعمل لها ترتيب كده وبرتبها وده اكسرصيز انت هتعمله على فكرة في الاسايمنت برتبها بشكل معين واقول والله واحسب بقى النسبة اللي جات هناو من تجاه الجنوب بالسرعة دي طلعت تقريبا 2% من الريكرز من عدل الساعات اللي انا مسجلها تالي السنة كلها يبقى بالتالي ده كده اجمثلها بالشكل ده طيب السرعة اللي بعدها السرعة اللي بعدها دي تتراح من 3 لغاية 5.14 تقريبا السرعة دي الخضرة دي تقريبا من 2% لغاية وسط قرب 8% نفترض 8% يبقى انا كده 6% من 2 ل8 ادي 6% بقى 6% من الدياتا 6% من الرياح خلال السنة كلها كان بتيجي من اتجاه الجنوب بسرعة تتراوح من 3 3.09 لغاية 5.14 انا كده مثلت الدياتا بتاعتي بالشكل ده واقدر اخد بقى انا ليه بعمله بالشكل ده عشان سهل او ان انا اخد الدوت واقدر اديل اي حد اي حد بقى في اي حتة في العالم يقدر ياخد الكلام ده يقدر يقراه ويقدر يحول الدياتا مرة تانية وياخد الدياتا اللي هو محتاجها فعشان كده الناس كلها بتشتغل على مستوى العالم كله بحاجة اسمها ويندروز انت لما تيجي تحب تجيب الداتا بتاعتك من اي مكان في العالم في مواقع تعرف تخش تجيب منها ويب سايت طبعا فيه داتا ببلاش فيه داتا بفلوس بس هي بتجيك الويندروز دي ابسط حاجة موجودة وتقدر تجيب منها الداتا الاساسية من ضمن الداتا الاساسية المهم قوي حاجة اسمها يعني سائد البريفيلينج ويندروز دياريكشن عبارة عن it's the direction from which wind blows for the longest period over the year هو الاتجاه اللي بتهب منه الرياح لأطول فترة خلال السنة حد يقول لي بقى في المنظر اللي حياتك شايفه ده فين البريفيلينج ويندروز فين اتجاه الرياح السائد في المكان اللي متسجل فيه الداتا اللي انت شايفها دي الجنوب يا دكتور الجنوب اه ما معنى الجنوب عرفت مننا الجنوب لان انت لو جمعت النسب حد يقفل يا جماعة السطر النسب اللي احنا بنتكلم عليه دي واضح كده ان اتجاه الجنوب هي اكتر اتجاه بييجي منه نسبة رياح خلال السنة كلها وبالتالي انت اوتوماتيك قلت خلاص هو انت جاه الجنوب يبدأ اتجاه رياح السائدة اتجاه رياح السائدة مش معناه اقوى رياح مش لازم تبقى اقوى رياح خلص يعني ممكن الرياح تيجي في اتجاه من اتجاه تاني وتبقى قوية بس تقعد فترة صغيرة قوي من الزمن لكن انا مش بدور على ده انا بدور على اتجاه الرياح السائد اللي بتيجي منه اغلب الوقت خلال السنة طيب من ضمن الاسئلة الاساسية اللي حالتك بتسألها وبتفرق كتير جدا في السعر بتاع الشقة بتسأل ايه هل الوجهة دي بحري ولا ابلي مثلا يعني ايه بحري وابلي يعني الهواء جاي من ناحية الجنوب ولا من الشمال مش الهواء يعني مش الهواء جاي الهواء انت بتسأل على الوجهة نفسها اه يعني انا لما اقولك ان الوجهة دي بحري دي معناها ايه حاجة حلوة لي وحشة يعني والله انا فارف ان احاج حلوة بتاعني ان لدي لا انا عرقوا أن هي بتكون يعني الهواء جاي فشهة مثلا يعلي جاي fail على طول عليه هي الوجهة المعرضة للهواء اغلب الوقت خلال السنة اه بسيطة يعني ده البحري اه با كلمة البحري فكلمة نقول لك إن الوجهة دي لأن الوجهة بحري لمعنى كلمة بحري لذلك لماذا في مصر اسمها بحري لأن الرياح السائدة في مصر تيجي من التجاه الشمال الغربي شمال الشمال الغربي ده السكتور ده القطاع pipe يتيجي من الرياح وبالتالي طبعا اتجاه الشمال في مصر اللي هو اتجاه البحري مش ابلي ابلي في مصر اللي هو اتجاه الجنوب صعيد يعني بحري اللي هو اتجاه الدلتا والساحل فهي كلمة بحري عشان كده الاتجاه اللي بتيجي من الريح السائدة خلال السنة في مصر بيتقال عليه بحري ان هو ناحية البحر انت لو رحت الكويت مثلا ولا رحت الراق ولا رحت اوروبا بحري مش معناها الكلمة دي بحري ومعندهمش هم حاجة اسمها بحري وابلي لكن هو بحري وابلي ده عندنا احنا في مصر عشان بحري معناها ناحية البحر ناحية الشمال اللي هو البحر متوسط يعني بشكل رئيسي ابلي معناها ناحية الجنوب لوا ناحية ابلي لوا ناحية الصعيد يعني فاتجاه رياح السائدة بيفرق في حاجات قوي بيفرق في تصميم المنشآت بتي حتى بيفرق في تصميم في اتجاه اتجاه المطار اتجاه رياح السائدة بيفرق كثير وانا بعمل الedron way بداخل الطيارة الني اتجاه بتاع بشكله عمل إزاي؟ إنه دايماً بيحرس إن رياح أغلب الوقت جاية في اتجاه الطارب في الطائرة من وراء ما يبقاش خبطها من الجنب عشان بلقى فيه مشكلة نفس الكلام برضو في المينة بيبقى دايماً بنحرس إن القناة المليحية اللي هي المكان اللي بتمشي فيه المركبة عشان تخش جوا المينة بيبقى دايماً الاتجاه بتاعها هو اتجاه الرياح السائدة عشان بره الرياح تخبط السفينة من ظهرها ما تخبطش السفينة من جنبها عشان كده اتياه الرياح السائدة مهمة قوي إن أنا أحدده طيب مفروضهم يا شباب الكلام دايماً؟ دايماً أنا عندي سؤال صغير في الويندروز هو مش المفروض إن الليسبوك يعني الروز دي أو الليسبوك الواحدة يعني من الروز تقفل عند ما في المية ولا ليه؟ ولا هل مجموحهم كلهم مع بعض يبقى مية في المية؟ آه مجموعة مجموعة كل داي مية فيكرة وده هتشوفه على فكرة حصول انت هتعمله أصلاً يعني ده موجود مسألة في الأسايمت يعني هتفهمها أكتر لما تعملها طبعاً في السيكشن يعني هعملها معك في السيكشن طيب ده الفيتش ده الفيتش اللي باتكلم عليه برضو ده نقطة مهمة حتى بتفهمها يعني ايه بقى الفيتش ببساطة شديدة؟ يعني قدي كده مسطح المية هو بحره حصل هنا فيه اختلاف درجات الضغط زي ما اتفقنا فبدأ يبقى فيه منطقة ضغط منخفض بدأ يبقى فيها عصفة العصفة دي ليها مدى تأثير منطقة معينة الليمتز تحت الستورد بيحصل فيها العصفة فالمنطقة اللي بيحصل فيها العصفة دي كل منطقة دي اسمها فيتش هي المنطقة المتاحة اللي قدام العصفة انها تعمل اكشن عليها منطقة المتاحة بعد خلاص ما الفيتش ده خلص خلاص الموجة خرجت الأمواج خرجت من بربع العصفة وبدأت تروح نحية الشواطئ بقى يبقى فيه منطقة بيتكون فيها العصفة وبعد كده بتخرج الموج من العصفة ويبتدي يروح نحي الشاطئ. المنطقة اللي بيتكون فيها العصفة اسمها الفيتش. والساعتها الموج اللي هنا بيبقى اسمه سيز. سيز دي يعني ايه؟ هتشوف الكلام ده 80 نتكلم عن محاضرة بتاعة الوافز عمتا. بس السيز دي اللي هي عبارة عن الموج المضطرب اللي انت بتشوفه في العصفة. اللي هو حاجة كده. اللي هي المنظر اللي انت بتشوف لما يكون مركب وقفة فصة عصفة. وتشوف الموج شكله عمل ازاي؟ اللي هي معناها ايه؟ معناها ان الموجة خرجت برا الاتجاه العصفة خلاص. بدأت تتحرك خلاص. ما بقاش فيه تأسير الهوى. العصفة ما بقاش يبقى بيأثر على الموجة. بس الموجة بدأ بتمشي بتمشي بتمشي. لغاية الشاطئ عندك. فالفكرة كلها ان العصفة ديت. بيبقى طبعا اتجاه الموجة. الموجة بتبقى خلاص شكلها منتظم زي ما هتشوف. هنتكلم عن كامنا. اللي مهمني في الموضوع ان فيه حاجة اسمها فتش. الفتش دي هو المسافة. اللي الموجة او الرياح بتأثر فيه على البحر. هتديك مثال على سريح كده يعني. اتجاه الموج. او الموج اللي موجود في السحل الشمالي في مصر. الارتفاع بتاع الموج بتاعها ارتفاع عالي. عمتا لما فيوقت العصفة. لما يبقى فيها عصفة. بيبقى ارتفاع الموج عالي. ليه؟ لان المساحة المكشوفة قدام العصفة. اغلب العواصف بتيجي من اتجاه الشمال. العرض بتاع البحر متوسط نفسه عرض كبير جدا. بيوصل للاف كيلومترات. فبالتالي يبقى فيه مساحة كبيرة جدا قدام العصفة. انها تبتدي تعمل الاكشن بتاعها. الهوى يعني. يبقى له تأثير على الموج ويبقى يعمل موج. وبالتالي الموج اللي بتطلع في الاخر يبقى موج ارتفاع عالي. بينما مقارنة بالكلام ده. تعال اشوف هالة البحر الاحمر مثلا. لو فيه رياح جامت تجاه الشرق. عرض البحر بالاحمر كله يعني تقريبا عرضه كله يعني كده على بعضه. ما يزيدش عن ميت كيلو مثلا. ماشي. ده عرض البحر الاحمر. فبالتالي المسافة محدودة قوي. عشان تسمح العصفة انها تعمل ايه؟ تعمل تأثير تعمل موج. وبشكل ادقى اللي شفنا منطقة بتاعت خليج السويس. منطقة بتاعت خليج السويس اللي فيها حتى مثل زال رس زال عين السخنة مثلا. لو فيه رياح جاية من اتجاه الشرق. الجبال بتاعت جنوب سينة هتنحنها هتعدي. اللي هيعدي ان الرياح تبقى ليلة قوي. والمسافة اللي هتبقى موجودة. يا دوبك هو عرض خليج السويس اللي هو اكبر عرض فيهم. يبقى تقريبا 30 كيلو مش عطر. فده العرض بتاع خليج السويس. يا دوبك عرض صغير جدا وبالتالي ما بيسمحش العاصفة انها تعمل ارتفاع موج. وبالتالي ارتفاع الموج في مناطق في البحر الأحمر. وزي العين السخنة وخلافه. بيبقى ارتفاع موج قليل قوي. فبالتالي المسافة المسموحة الفضية. اللي تسمح للموج. اللي تسمح للرياح انها تعمل موج. ده فكتور مهم جدا جدا بالنسبة لي. لما اجي احسب ارتفاع الموجة نتيجة الرياح. ففي معادلات بنشتغل بيها. دي مهمة قوي تبقى اعرفها عشان دي جاي مسائل حتيجي لك. سواء في الشيت او في الامتحان. ان انا اقدر احسب الويف بارامترز من الويند داتا. بيبقى دي اسمها ويف فوركاست. كلمة ويف فوركاست يعني ايه. يعني انا اتنبأ بارتفاعات الأمواج. انا مش عارف ايس الموج. ما عرفش ايسه. لكن انا اعرف ايس ارتفاعات. اعرف الويند. اعرف ايس الحجاب بتاعت الويند. كاتجاهات. والفتش بتاعها. وسرعتها. والكلام ده كل. وبالتالي عن طريق الداتا دي. اقدر اعوض في المعادلات اللي حياتك شايفها ديت. ماشي. وبالتالي اقدر احسب منها الويند. الويف داتا. اول معادلة ديت. فيها الجي عجلة الجاذبية. ايه اللي هي عبارة عن الاتش اللي هي ارتفاع الموجة يعني. اللي هي الانيرجي بيست تجنيفجن ويف هايت. انسى من الكلام ده كله دلوقتي واعتبرها اسمها ويف هايت. على يو اي سكوير. يو اي ديت اهي اسمها ويند سريس فاكتور. يعني ايه ويند سريس فاكتور. ده حاجة فاكتور معين بتحسب من خلال ويند سبيد. لو انت عارف الويند سبيد سرعة الرياح. وعلى فكرة سرعة الرياح في اغلب المحطات. بتسجل فعلا على ارتفاع عشرة متر مش بسجل على سطح الأرض بتسجل على ارتفاع عشرة متر من سطح الأرض فهذا بأخذ السرعة عادية الـ data اللي موجودة عندي سرعة الرياح على ارتفاع عشرة متر أحطها في المعادلة دي بس U متر per second أحطها في المعادلة دي أطلع منها حاجة اسمها U A U A طبعا تطلع برضو متر per second أخذ U A أحطها في المعادلة ديت مع G عجلة الجاذبية هنا فيه F اللي هو الفيتش أعوض الفيتش ده بتعوض بإيه لما أدخله هنا أضعه أحط الفيتش Length بالمتر يبقى أنا مثلا قلت لك أن فيه متاح 80 كيلو مثلا المساحة اللي قدام من عند الشط هنا لغاية الشط اللي قدامي دي المسافة الأقصى مسافة الرياح هتشتغل فيها دي 80 كيلو يبقى 80 ألف أحطها هنا 80 ألف أعوض في المعادلة ديت ومنها عرف أحسب HM node أو H اللي أنا عايزة لارتفاع الموجود طيب عايزة أحسب Wave Period Wave Period ده فاكتور مهم جدا يعني 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 Wave Period زي أي ويف في الدنيا Wave بتاعت البحر زي Wave بتاعت الصوت زي بتاعت الضوء كلها نفس المنظر عبارة عن نقطة Sign Wave اللي أنت بتشوفها عبارة عن حتة عالية وحتة وطية Peak اللي هي لحتة العالية اللي فوق وبعد كده Trough اللي هو اللي تحت Wind Period هي عبارة عن المسافة الزمنية ما بين نقطتين زي بعض يعني موجة عالية ونزلت وعليت تاني المسافة ما بين من أول ما موجة عالية لغاية ما عالية مرة تانية دي اسمها Wave Period وبعده هنعرفها المرة الجانية إن شاء الله في المحاضرة بتاعت الخلاصة إن أنا أقدر عوض بالمعادلات ديت أقدر أجيب منها الـ H اللي ارتفع الموجة وأقدر أجيب منها T اللي هي Wave Period دي لما أعجبه بقى خدمة بلاتة بتاعت الـ Wave عشان نشتغل بها شغلة كتير جدا بعد كده بتصميم بقى كل منشآت أي حاجة متعرضة للـ Wave واتزام بتاعت الشواطئ عشان نتأكد إننا مشي أحصل فيها نحر والمشاكل بتاعتها وكلام ده كله مهمين الـ Data بتاعت الـ Wave فالـ Slide دي بتوريك إذا أنا ممكن أأخذ الـ Data الـ Fitch والـ Speed وكمان في معادلات تانية بتاعت Duration بس مش هتلاقي موجودة هنا مش مشكلة ديت هعرف أخذ الـ Fitch والـ Speed أحطوهم في المعادلة ديت وأقدر إننا أجيب ارتفاع الموجة وأجيب الـ Wave في بداية في حد عنده مشكلة في الكلام ده يا شباب تمام آخر حاجة بقى دي اللي أنت هتعرفها في إزاي تعرف ترسم فده assignment موجودة عندك سوري يعني سؤال في assignment أن أنت تعرف تعمل الـ Wind و الـ Wind روز ما هي إلا عبارة graphical representation و فون data مش أكتر من كده يعني ما فيه حسابات لمجرد أن أنا بديك data وتقدر حضرتك تعوض الـ data ديت ترسمها تعمل لها presentation بس بشكل graphical طب الـ Wind data اللي أنت هتعمل presentation عبارة عن direction speed duration زي ما أنت فقد منظر الـ Wind روز مختلف عن اللي قابل لها أشكال مختلفة فيه ثلاث طرق بنرسم بها أو ثلاث أشكال بيطلع فيها حاجة اسمها histogram method percentage method و polygen method دي اللي أنت هتأخذهم في section وتتعلم ازاي تعرف تطلع الأشكال بتاعاتها المختلفة أنا أريدك data بالمنظر اللي حياتك شاهدوا data عبارة عن إيه فأقول لك أنا عندي station سجلت data خلال السنة كلها بعدد ساعات فطلع مثلا أن أنا عندي في اتجاه الشمال station سجلت رياح بسرعة من 5 إلى 10 عقدة طبعا أكيد أجمع data في ريتجات أنا عرفت عمل مع كل نقطة يعني أنا بجمع الريتجات بتاع data فجيت الجداول اللي نزل دي كلها اللي جاء من station عملت لها analysis وطلع في الآخر إن قسمت الصرعات بتاعتي إلى 5 categories الأول من 15 عقدة الثانية من 11 20 الأخيرة من 41 ل 50 عقدة جمعت الساعات اللي حصلت من 15 عقدة طلع في في اتجاه الشرق 45 ساعة من الساعة كلها من اتجاه الشمال الشرقي طبعا north east شمال شرقي 176 من اتجاه الشمال 246 ساعة من اتجاه الشمال برضو الرينج التاني من السرعات قاعد 739 ساعة المفروض لما جمع عدد الساعات كلها في اتجاه الشمال وفي اتجاه east وفي اتجاه south east لما جمع كل دول يطلعوا عدد الساعات بتاعت السمن بس هم مش هطلعوا بالظبط لان دايما في عدد ساعات اسمها calm hours عدد ساعات الرياح تزير ما مسجلتش حاجة فباش دايما او الرياح اقل من خمسة عقدة وانا ما هممني الرياح الاقل من يعني مثلا مش هممني في المكان النقيس الرياح اقل من خمسة عقدة فاي ريح اقل من خمسة عقدة خلص انا ما سجلتها وبالتالي مش هتلاقي الرقم دوت لو جمعتهم مش هتلاقي عدد ساعات بتاع السنة اللي هي 25 24 35 يوم يعني هتلاقي اقل شوية المفروض بقى انك تاخد الداتا ديت وترسم الويندروز فهتلاقي فيه ثلاث اشكال وانا مش حابش فيها كتير مش هشرح كتير فيها لان هي هتشرح لك بالاستفادة هيبقى فيها عندنا حاجة اسمها histogram method ده المنظر اللي حيثتك شايف ه الارتفاع اللي حيثتك شايف ده ده اللي هو يعبر عن طبعا ده direction خلاص مش مشكلة النور المسافة ده من هنا الهنا بتعبر عن السرعة الاولانية ده السرعة الاولانية بتاعتي في التجاه الشمال النسبة بتاعتها ده عدد الساعات اللي أنا كنت بعملها ده هتتحول الى نسب الـ 1590 دول هجمع كل ده يبقى عندي مجموعة عدد الساعات اللي أنا مسجلها لما لو ما نفترض كده جدلا يعني 13000 ساعة يبقى لما حقسب 1590 على 10,000 يعني تقريبا 1600 على 10,000 يطلع تقريبا 16% يبقى أنا عرفت ان من اتجاه الشمال الرياح كلها كان 16% لسه بس أنا مش عايز التوتل أنا عايز كل واحدة من دول بحقسب 246 على عشر ساعات على 10,000 تطلع مثلا الرياح هنا 0.25 دي النسبة بتاعت هاجي بقى هنا وابتدي يحط اتجاه الشمال طبعا دي منظر تاني يعني لحاجة تانية مختلفة وحاخد الرقم ده مفويد تطلع 0.25 هتشوف ازاي بقى في ترسمه يعني وده الرياح اللي أنا بتكلم عليها شباب مهم قوي نرسم لازم نرسم بالتالي لما تيجي ترسم الويندروز ديت لازم تشوف انت هترسم ها بإيدك هترسم على ورقة A4 مثلا وبالتالي هتشوف ازاي تحدد الـ وبعدين بترسم اللي حياتك شايفه ده لازم يترسم عشان تقول والله لما برسم مستطيل الارتفاع صغير ده فده بيعبر عن السرعة اللي هي من 5 20 المستطيل التالت بيعبر من 21 إلى 30 وكذا فدصت تلاقي نفس الكلام اللي حياتك شايفه ده ده مش مختلف كتير عن المنظر اللي احنا شوفناه هنا مش مختلف عن دوت تقريبا نفس الشكل كل حكاية نحن بدل ما نعملها مستطيلات عملناها بشكل سيكتور كده من الزايرة كل واحدة لها لون عادي ممكن لعملها الوان او عملها بتشير اشتفرق ايايا ممكن اعملها بدل ما اعملها بشكل كده سيكتور كده لأ ممكن اعملها بشكل مستطيل بارتفاعات مختلفة فهو نفس المنظر بالضبط يعني بس هو ايه بيفرق من مكان التاني يعني من أحد الأشكال اللي ببان يعني التاني بدل ما اعملهم بالشكل دوت تخيل ان انا جيت هنا ووصلت الخطوط لبعضها تخيل انا جيت هنا اولا ما حدش تقلني ايه الدائرة اللي في النص ديت الدائرة دائما باجي في النص ما ببتديش من 0 اولا مش عارف ارسم دائرة بأي شكل دائرة صغيرة كده وليكن مثلا قطرة 1 سنتي بتعبر لي عن ال لو خدت بالك كده شايف هنا دائرة مكتوب 3.6% دائما برسم دائرة من هنا بتعبر عن ال مش لازم تبقى مرسومة تسكيل مش لازم بس هي بتعبر عن ال دائرة هنا وبأي اس من دائرة دائرة اصبح الزير بتاعي هو عبار عن الحدود المحيط بتاع الدائرة حاجة ايس مثلا انا عايز ايس مثلا في اتجاه الشمال نفتارد يعني كانت النسبة 15% وانا اايل مثلا ان انا حاخد ان الصنطي الواحد يتاوي 5% ليه قلت الصنطي 5% عشان اعرف ارسمها في الورقة طيب انا حاجة من هنا حقول والله ادي 15% والصنطي يعني 1% 5% اصلي وانا عندي 15% هي طلعت من حسابات 15% يبقى هواقع 15% هاخد كانت 7% 7% يعني تقريبا صنطي ونص او صنطي واربعة من عشرة يبقى نحكم من هنا صنطي واربعة من عشرة وامواخد المستطيل التاني وهكذا فدي الطريقة الاول نفترض انك انت وقعت النقط دي ومارسلت المستطيلات لا جيت وصلت كده وامتواخد من هنا لهنا وبعد كده ده ما عشرة لشان برسم ايه بقى اللي حقيتك شايفه دوت ده بوليجون ده بيعبر عن بيعبر عن السرعة الاولانية اللي هي المسافة من كل نقطة هنا للنقطة ديت والنقطة دي للنقطة ديت بتعبر عن في كل اتجاه لو انا بقى كده حبيت ارسم البوليجون التاني اللي هو بتاع V2 هرسمه منين مش من zero لا بقيس من بعد البوليجون ده اصبح البوليجون ده هو ديت بتاعي لو انا مثلا جيت اقياس السرعة التانية جات النقطة دي والسرعة اللي هي جات النقطة دي الاتجاه ده السوء يااسف والاتجاه التاني هنا هوصل برضو ده اهو ده كده التاني يطلع المنظر يا جماعة بالشكل انت شايف ده ده كل بوليجون اهو ده اللي بعد ده بقيس نقطة الاساسية هتشوف الكلام ده هترسمه ازاي بس نقطة الاساسية بحيط عارف كويس ان المسافة دي المسافة دي او ان لما جئيس السرعة بتاعت السرعة دي اللي هي بتاعت V2 او اي سرعة فيهم الخضرة دي مثلا V3 ال V3 دي لما جئت قس من V2 مثلا اللي موجودة هنا ده ديتم بتاعها ده ديتم بتاع الأخضر والأخضر والديتم بتاع الأحمر فمش كله بتقاس من الزير وهنا لا نفس الشكل فهو انا مش بعمل طريقة حسابات جديدة لان مجرب بس تمثيل مختلف شكل بياني مختلف آخر طريقة اللي هو البوليجين مثل لو انا جمعت كل دول يا شباب لو انا جيت هنا اخدت التوتل بتاع كل حاجة فأنا هنا بمثل التوتل بتاعنا ده التوتل بتاع الخط التاني اللي مش بعبر عن كل سرعة الوحدة يعني خلي دي بس بس في ذهنك كده عشان تبقى فهمها في الطريقتين التانيين انا بعبر عن كل سرعة الوحدة يعني بوليجين لسرعة رقم بواحد بوليجين لسرعة بوليجين لسرعة وثلاثة وهكذا لا هنا بقى مختلف هنا في بوليجين واحد بس بيعبر عن السرعات بالكامل اهو طب ازاي يبقى انا محتاج احسب افريج فلوسي هل احسب افريج عادي يعني يعني عندي خمس سوعات تفتكر كده لما اجي احسب افريج هحسبها ازاي خليها بزهنا كده وتعالى نشوف نحسبها ازاي بس مبدئيا كده دي بتعبر عن افريج فلوسي ده معناه ايه معناه ان انا هنا انا قاسب الخط الاولاني بيعبر عن الديوريشن التوتال ديوريشن لو انا قسط المسافة دي من هنا اللي هنا. لو انا جاء المنظر ده. انا قسط المسافة من هنا الهنافتجاه الشمال الغربي. طلعب بتساوي 5 cent. وانا عندي هنا الصنطي بتساوي 5. ففي المية. وبالتالي 5. فالصنطي خمسة اطلقوا عقسة افريج في المية. ده معناه ايه? معناه ان الرياح كب بتيجي من اتجاه النورت ويس الشمالي الغربي توتال خلال السنة كلها. 25. 25. من الرياح التي جاتي. في المنطقة اللي انا انا بسجل فيها دي. خلال السنة كلها كانت جاية من تجاه الشمال الشرق. فده بتاعتك. ما يهمنيش بقى كل سرعة. لا انا ههمني بتاعتك. طيب مع الخط بتاعتك. هنا الشمال الشرق. عايز اقول ان اللي يحكم بتيجي من تجاه الشمال الشرق 25% بسرعة متوسطة قدرها مثلا 20 عقد. طب هعملها او عشر عقد. طب امثلها ازاي العشر عقدة. هاختار سكيل للعقد بتاعتك. اقول مثلا ان الخمسة عقدة بسرعة واحد سنتي. وانا عندي عشرين عقدة. يبني احكمد هنا اثنين سنتي. طيب في اتجاه الشمال المتوسط تلان 15 عقدة. يبني احكمد سنتي ونص. في اتجاه الشمال الشرقي كان يسوي 17 عقدة. يبني احكمد سنتي وصرعة من عشر. ما ايا كان يعني. او سنتي وثير من حسب السكيل اللي انت تشغل به. هوصل النقط دي ببعضها. يطلع لي بوليجون الاخير خالص. بتاع الفلوسط. السؤال هنا. ازاي يحسب الفلوسط تحسب ازاي. لو انا جيت هنا كده. هل لو انا عايز احسب الفلوسط. السرعة هنا طبعا اكيد حكمد متوسطات. خمسة عشر يبقى متوسط سبعة ونصف. عشر 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 متوسط يبقى خمسة عشر ونصف. وهكذا. لو انا هاخد المتوسطات دي. هل اجمعهم. وادربهم واسوبهم مع العددهم. يعني انا اجمع سبعة ونصف. مع خمسة وعشر ونصف. مع خمسة وعشر ونصف. اجمع الكلام ده كله واسوبوا على عدده. طب هم كده معناه ان السرعة سبتة لكله. اكيد مش هعمل كده يعني. اما هل اعمل ايه بقى عشان نحسب الافرج. عشان نحسب الافرج فلوسي لكل اتجاه. ده التوتال ديوريشن هم. لو اسمت التوتال ده على عدد الساعات التوتال اطلع للنسبة. يعني لو انا جمعت دول كلهم نفترض يعني. طولوا عشر تلاف. حقسم من خمستاشر تسعمية تسعين. على عشر تفت لعوان بوينت سكس. او بوينت فلتنين يعني. حقسم دي دي طب يسوي تو بونت او فايل وكزا. طب تعال نشوف الرقم ده بقى ده توتال ديوريشن. عايز احسب الافرج فلوسي لاتجاه الشمال. تفتيكي لنحسابه ازاي? اعمل ايه عشان احسابه? بنجيب بنجيب بالنسبة النسبة بتاعت ازاي ازاي اعمل ايه? اعمل ايه? اعمل ايه تفتيكي? انا بحسب فعلا حاجة اسمها ويتد افريج. مش بعملها افريج عادية. انا بحسب related افريج. تمام احنا معنا ال commanded بقى في الايه? احنا معنا عدد الساعات الكل بتاع الجمال للاتجاهات. وعندنا عدد الساعات بتاع الاتجاه الواحد. نجيب نسبة يعني منها نقدر نجيب النسبة بتاعت كمية الرجاح في الاتجاه ده. ندربها في السورة بقى لاسك. اقول تاني كده. احنا معنا عدد الساعات بتاعت كل الاتجاهات. اللي هو عشر تلاف ساعة بي. تمام? ومعانا الساعات اللي في تجاه الواحد. اللي هو مسأل النورس الف خمسمة وتسعين مسأل. تمام? صح ولا انا نقول ايه حاجة? ماشي ماشي ماشي. بس انت كده بتحسب ديوريشن برضو. انا متابعة سرعة بقى دلوقتي. اعمل ايه بسرعة? ما انا بحسب وبضربها في السرعة اللي انا جبتها من السرعات دي كلها. فبحسب بضرب في. لأ. انا فهم قصدك انت انت قربت بس هو مش دوت اللي بيتم كده. اللي بيتم يعني ايه. يعني انا هاخد السرعة المتوسطة هنا. السرعة المتوسطة هنا انا بتكلم. يعني طبعا عشان اعرفت حسب مع رقم. اكيد هاخد رقم يعني من خمسة لعشرة. يبقى سبعة ونصف. مش عارف اكتب سبعة ونصف. بقتي. انا عندي هنا سبعة ونصف. انا بقية. ده سبعة ونصف. حضر ب سبعة ونصف في امتين ستة واربعين. هنا متوسط ده يبقى حمسة تاشر ونصف. حجم عليه خمسة تاشر ونصف في سبعمية تسعة وتلاتين. كمسة وعشرين ونصف في ربعمية واحد وخمسسين زاد. كمسة وتلاتين في نصف ثلاثة وعشرين. زاد. خمسة واربعين ونص في واحد وثلاثين. اجمع ده كله. اقسمه على الف خمسمية وتسعين. يطلع لي حاجة اسمها الويتد افريج. يبديل الويتد افريج بتاعت كل اتجاه. النقطة دي يا شباب ليه? عشان لو اخدت بالك كده دايما يعني. هتلاقي دايما السرعات العالية. عدد السعاب بتاعتها قليلة. وده منطقي. خلال السنة كلها. انا لو جيت سألتك كده خلال السنة كلها. امتى جاءت عصفة جديدة. هتقول لي ده عدد 3 اربعة ايام. ودي حاجة طبيعية. السرعات العالية بتيجي في عدد ساعات قليلة. لكن السرعات العالية بتيجي في عدد سرعات متوسطة يعني. بتيجي في عدد سرعات ايه? في عدد ساعات كبيرة اكتر. عشان اخد داف معي في الاعتبار. ما ينفعش اجمع السرعات دي واسمها على عددها. لا. باخد كل سرعة. اضربها في عدد ساعتها. زائد سرعة في عدد ساعتها. زائد سرعة في عدد ساعتها. واجمعهم كلهم. واقسمهم مع العدد ساعت. تطلع لي اسمها افريدج فلسطي. هي دي الافريدج فلسطي. اللي انا بمثلها في الاخر خالص. هنا. في صورة البولجن اللي حالتك شايفه ده. انا عارف انك ممكن ما كنتش تفهمتيني مية في المية ده اكيد يعني. هتشوف الكلام ده اكتر لما يترسم معاك في السكشن. لما هيرسم المعيد هيرسم معاك المسألة في السكشن. عشان تبقى تعمل ازاي وطبعا مش تفهمها برضو. غير لما تطبق الكلام ده في الحقيقة. وتبتدي تطبقه على ايه? على الشيط. وهتغلط فيه طبعة في الاول. ولازم ايه? وتتعلم وتتصحح ايه? الغلط بتاعك. واضح يا شباب? في اشكال تانية مختلفة كتير. زي المنظر برضو هتلاحظ نفس القواعد على فكرة تطبق. برضو ده سرعات مختلفة. اسمها ايه دي? الاتجاهات بتاعتنا بزوايا مختلفة. برضو فيه دايرة في النص اللي هي بتاعتها يعني. اخر حاجة انه في مواقع ممكن تجيب منها. في مواقع الزريف او اسمه اندفايندر. ده بيجيب منه داتا بلاش. يعني لو دخلته ممكن تجيب منه شكل الويندروز ببلاش لأي منطقة في العالم. طبعا مش شرط طبعا يكون لها مطار او جنبها مينة يعني. ماشي? عشان يعرف يجيب الداتا بتاعته دي. على سبيل المسألة وانت خدت بالك دي الويندروز لاليكزاندريا اسكندرية ايه. ماشي? هتلاحظ حاجة ان بتاعك في اسكندرية فين? فين بريفيلينج? فين اتجاه رياح السائدة. عشان ده سؤال التاني هسأله لك ايه هو البريفيلينج ويندريكشن? نورث ويست. نورث ويست اهو. هو الاتجاه الاغلى بالرياح خلال السنة بتيجي نورث ويست. طيب. تعال كده اديك مقارنة تانية. دي اسكندرية ودي الغرداءة. فين بريفيلينج ويندريكشن في الغرداءة? الشمالي يا دكتور. طب. طب حد يقول لي ليه بقى تفتيكر يعني? ليه كان التجاهر يحفق السائدة في اسكندرية? طبعا منطقي مش بس اسكندرية. يعني لو انت خدت مسلا روحت على بورسعيد هتلاقي نفس المنظر دوت. ساحل البحر متوسط كله تقريبا نفس الحاجة. السكتور ده ده اسمه سكتور او جزء. بتروح من نورث نورث ويست لوست نورث ويست. طبعا عشان برضو ما تتقبطش. ده نورث. دايما بقول الشمال او الجنوب الاول قبل الشرق والغرب. ده في النص اللي ما بينهم. بسميه ايه? فين الرئيسي هنا? ده الرئيسي ولا ده الرئيسي? الاتجاه الرئيسي نورث ولا نورث ويست? نورث نورث. نورث. يبقى اللي ما بينهم بقول ايه? الرئيسي الاول وبعد ذلك الفرعي. اللي يبقى الاتجاه اللي ما بينهم بقول ايه? نورث. نورث ويست اهو. نورث ويست. شمال شمال غرب. هو بتقال كده بالعربية. طيب. لو كمثال تاني يعني شوف ده. ده واقع ما بين ايه? بين الغرب ووست. والشمال الغربي نورث ويست. مين فيه بالرئيسي? ويست طبعا. تبقى أنا بقول إيه ويست نورث ويست غرب شمال غرب دي كده من الانتجاهات الرئاسية اللي أنت بقى عارفها كويس قوي هتلاحظ ان انتجاه رياح السائدة في السكندرية وكل ساحل البحر المتوسط وهو السكتور ده يتروح من نورث نورث ويست لويست نورث ويست يعني الزاوية دي قد إيه صحيح يعني لو أنا قلت لك كده الاتجاه اللي اسمه نورث نورث ويست الزاوية بتاعته كام حد بقى بصح صح كده سبعة ويست ونصف لا يبن نركز يبنو إحنا قلنا زيلوا بتاعنا اتجاه الشمال وقلنا ماشين في اتجاه بقرب الساعة يبقى اتجاه اللي اسمه نورث نورث ويست ده قد إيه ثمانية وتلاتين كام؟ لا مش تلاتين ثلاثمائة وخمصتاشر لا مش خمصتاشر ده تلتمية وخمصتاشر ده تلتمية وخمصتاشر سبعة وراسية ناقص. تلتمية وستين ناقص. سبعة وعشرين. ما عرفش انت بسك في سبعة وعشرين. مش سبعة وعشرين والله. انت عايز تقسم خمسة واربعين على تنين. تطلع تنين وعشرين ونصف. مش سبعة وعشرين ونصف. صح? تلتمية وستين ناقص. ايوة تلتمية وستين ناقص. ده اللي اتجاه لسمه نورت نورت وست. تركزين يا شباب معي في الموضوع دوت? يبقى الى مسلا اقول لك اتجاه النورت ايست دوت. اتجاه كم? الزوايا بتاعته كم? خمسة واربعين. ايه ما ليش? نورت ايست ده كم? خمسة واربعين. طيب. الساوت كم? مية وثمانين. مية وثمانين. طيب. ده وست. ساوت وست. ايه. مية وسبعين. ناقص. ايه. ماشي. شوف الموضوع سحلة بسيطة هنا. بس مهمة اولي اتجاهات دي تبعرفها ده. ده اتجاهات ستندرد في العالم كله طبعا. ماشي? هتلاحز بقى ان اتجاه البرفيل. في منطقة السحلة البحر المتوسط كله هتلاقيه في السكتور ده. الخمسة واربعين درجة دي. الرياح بتيجي منها اغلب السنة خلال السنة كلها في مصر. وبالتالي الكلام بيقى في الدلتا كمان. طيب. بص بقى هنا في البحر المتوسط في البحر الاحمر في غردقة وكل جنوب الغردقة. وكل حتى الجزء بتاع خليج السويس. اتجاه الشمال كله بقى اتجاه البرفيل بقى شمال. بقى سؤالي هنا. ايه اللي خلي الرياح مرة واحدة تغيرت كده. من صحل البحر المتوسط كانت شبال غربي. وبعدين جيت على صحل الجردقة بقت شمال. كل رياح بقت متوجيهة ناحية الشمال. او مشتور اتمنى. جاية من الشمال. ليه بقى? انا عندي اجابة بسمشها في صحة ولا غربي. ماشي. فيه فيه هوا جاي من البحر المتوسط. من ناحية الشمال الغربي. ومن ناحية البحر الاحمر. من ناحية الثانية اللي هي الشمال الشرقي. بيمرجي مع بعض بيعملوه في بوف الشمال يعني على حد ان. مش شرط ما برضو صحل البحر المتوسط. نفس الكلام بيجي من الرياح برضو وشمال. بس اذا بتكلم. دي الخلاصة بتاعت الرياح اللي بتيجي في المنطقة. يعني في الغردقة. ده دي الخلاصة بتاعت الرياح كلها. نفس الكلام ما هو في الرياح برضو بتيجي في الصحل البحر المتوسط. بتيجي من الشبال. بتيجي من الجنوب. مفيش من الجنوب قوي يعني. بس فيه من الجنوب برضو. ماشي. ومن الشمال ومن الشبال الشرقي والشمال الغربي وخلافه يعني. لكن هو في الحياة الرياح بتتغير اتجاهها ناحية مثلا جاية من بورسعيد كده شمال غربي زي ما انت شايف كده وهي نزلة 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 تتحول كلها لاتجاه الشمال في حاجة بتجبر رياح انها تبقى اتجاهها اتجاه الشمال في عائق مثلا يا دكتور اللي هو ايه العائق جبال جبال ايه جبال البحر احمر جبال البحر احمر وجنب جنوب سينة بتجبر الرياح انها كلها تنشوف ممر بتعمل ممر انت مش ساعة تتعدي كده في العمرات بين العمرات مختلفة انت بصد تلاقي فيه ممرات فيها هوا شديد صح لو في مجموعة عمرات جنوب بعضها عالية شوية ساعة في اماكن كده بصد تلاقي فيه هوا شديد في المكان ده التوزيع بتاع العمرات بيخلي فيه رياح في المصار معين بانتجاهه شديد شوية سريع شوية نفس الكلام الرياح جاية من كل الاتجاه او من تجاه الشمال الغربي وبعدين مرة واحدة قبلت سلاسل جبال منها وشملها أكبرت الرياح أن تتحرك في الاتجاه ده. كما أنت شايف كده الاتجاه البحري كلمة بحري لو تجاه ريح السائدة يعني مش ثابت على مستوى مصر كلها بأكيد يعني. بس هو في الأغلب أغلب مصر يعني بيبقى اتجاه طبعا كما أنت شايف يعني هو شمال شمال غرب يعني ما فيش مثلا تجاه ريح سائدة من الجنوب. ده ما يمنعش مثلا أن في أوقات معاناة في السنة كتير من رياح بتيجي من تجاه الشمال الشرق اللي هي الرياح لجام الجزيرة العربية. اللي هي الجبلدة السخونية درجة الحرارة عالية اللي احنا بنحس به. بس مش سائدة مش أغلب الوقت خلال السنة. كده أنا خلصت المحاضرة بالنسبة للايه للرياح. أتمنى تكونوا استفدتوا منها. هيبقى فيه على الجزء دواد او فيه على المحاضرتين بتوع النهاردة. أخبرك احنا لسه خدنا نص محاضرة بسا. اللي هي محاضرة الأولانية خلينا نقولها. هنأكبر ايكو يبقى كده يبتدي المحاضرة الثانية. مش هنطول كتير في المحاضرة الثانية برضو أجلبها حاجات نظري. هقول لك بعض حاجات أساسية وحسيبك انك انت تقرأ الباقي برضو. انت يعني رجل دلوقتي في مستوى انك انت تقدر تسيل في ستادي وتعمل ريبورت وتفهم حاجات مع نفسك يعني. ونرجع للنقشة ان شاء الله في المحاضرة القادمة. هل في حد يعمده أي سئلة؟ في الجوزء ده وات? هيا شباب. في أي سئلة? ربا لا يا دكتور ماتشان. طيب انا شايف فيه شباب جديد دخلوا معنا هون. في يوسف. معنا يوسف ولا ولا انت بس دخلت كده ومشيت. وراح تنمت بعد كده. وعمر عادل. وفي استفان. ايه يا دكتور. ايه صباح الفولي باشا. علش يا دكتور. كنت مسافر بس من مبارك. اياش يا عم الحمد الله على السلام. طيب يعني انت بقى مش كل سبتة هتبقى مسافر اكيد ايه او مش كل خميسة تبقى مسافر يعني. مش كده ولا ايه? لا لا. طلع غلص بقى بس. ماشي عم هنعديها مراتي. بس نركز بقى. نركز في موعد الحضور. ونركز في الحضور بتاع وعمركزين كده مش نايمين زي ما انت نايم كده. روح بقى عندك بريك بقى اوط ربع ساعة. روح اشرب بقى حاجة بقى فوق كده. ماشي? ماشي. مين تمام معنا? عمر عادل ويوسف احمد. دول شكلهم نايمين اصلا. دخلوا كده بس عاملوا الصاني يعني دخل وخلاص. ماشي كده? لا دكتور محاضر من بدري والله عمر عبدالله من بدري ايه. طيب يا عمر ما انت حاضت اذا انت يعني راجل جاي من الساحل اهو قد وانت حاضت صورة جميلة ما شاء الله يعني. الحمد الله على السلام. ماشي. انت بخرتها انت جيت امت بقى? لسه جاي ولا ايه? انا بالظبط بقى. يعني بقى لي ساعة بالظبط في المحاضر. ماشي يا عم. منورنا. طيب. اه انت اه 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 صحيح يا عمر عشان انا سألت بقيت الشباب نفس الكلام. بتأديرك ايه يعني? اعم. هو انا انا شعيل مادة في التأدير مش مش ظاهر يعني. طيب كويس بنت واحدة يعني. اه. طيب. يلا بتوفيه النهارة السنة دي بقى ان شاء الله وعزين ايه بتأدير بقى ان شاء الله يعني. ان شاء الله يعني. طيب. اه يوسف احمد. ايه يوسف. يوسف شكله سجل كده بس دخل وبعد كده اه اعلى بالموبايل ونام بقى. فهكمل شغله. طيب. اه اه عمتا احنا ناخد اه بريك كده شباب ربع ساعة الساعة دلوقتي احداشر لربح. ناخد بريك كده ربع ساعة وبعدين ايه? ونيجي بعد كده اه نكمل المحاضرة. المحاضرة تانية هتبقى ساعة تقريبا. اه يعني احنا احنا نخلص على التنشر كده ان شاء الله. دكتور دي محاضرة ودي محاضرة تانية. اه دي محاضرة. اه ما هو هو. يعني انا هنقدر اوقف الريكورد دلوقتي. اه احنا هنوقف فعلا الريكورد ياتي وقف الريكورد بعد اذنك. دي كده محاضرة الاولينية حتى هتلاقي الريكورد موجود ان هي محاضرة وان اي. هتلاقي الكتوب عليها